الباب الرابع تحديث الجوع الفصل الحادي عشر التركيز الضيق على المزيد من إنتاج الغداء إذا كان الناس جوعة فإن الجميع يفترضون أن الغداء لا بد أن لا يكون كافيا وفي الحقيقة ظل سؤال محوري لثلاثين عاما على الأقل هو كيف يمكن إنتاج المزيد من الغداء ونحن نعرف بوجود إجابات مزعومة كل يوم تقريبا فيما نسميه بموقف النشرات الصحفية من الجوع وهو إظهار إنجاز جديد إطرى الآخر بروتين من البترول حصاد من الأعشاب البحرية مستخلفات من نبات الحلفة كلها لزيادة المعروض من الغداء وكان أعظم إنجاز بالنسبة لكثيرين هو الثورة الخضراء لكننا في بلد إطرى الآخر من تلك البلاد التي أدى فيها التركيز الضيق على الإنتاج إلى الحصول على غداء أكثر من أي وقت مضى نجد جوعة أكثر من أي وقت مضى ومن ذلك يمكننا استخلاص نتيجتين بديلتين إما أن التركيز على الإنتاج كان هو القرار الصائب لكن الأعداد المتزايدة من البشر ألغت ببساطة حتى المكاسب الإنتاجية الضخمة أو أن التشخيص كان خاطئاً فالندرة ليست سبب الجوع وزيادة الإنتاج مهما كبرت لا يمكنها أبداً بذاتها أن تحل المشكلة والحقائق البسيطة لإنتاج الغداء العالمي توضح أن تشخيص الإزدحام السكاني الندرة ليس صحيحاً فإنتاج الغلال العالمي الآن وحده يمكن أن يزود كل شخص على الأرض بأكثر من ثلاثة آلاف سعر حراري يومياً والأهم من ذلك أنه بين 1952 و 1972 كان 86% من إجمالي السكان الذين يعيشون في البلدان المتخلفة يعيشون حيث كان إنتاج الغداء يتمشى مع معدل النمو السكاني أو يفوق وفي الحقيقة فإن التركيز الضيق على زيادة الإنتاج قد عقد بالفعل مشكلة الجوع وكان أكثر ما أفادنا في فهم لماذا وكيف يقلل التركيز الضيق على الإنتاج من رفاهية الأغلبية الفقيرة هو فحص الأصول المكسيكية للثورة الخضراء وهي محاولة زيادة الإنتاج التي تنال أكبر قسط من الدعاية الإصلاح الزراعي في المكسيك في عام 1910 كان 2% من سكان المكسيك يملكون 97% من الأرض بينما كان 95% من سكان الريف في معظم الولايات لا يملكون أرضا على الإطلاق وخلال الحرب الثورية الدامية بين عامي 1910 و 1917 مات أكثر من مليون فلاح وهم يقاتلون من أجل الأرض وانتصر الثوار نظريا لكن على مدى 17 سنة لم تشهد أغلبية البلاد الفلاحية تغييرات ثورية وعندئذ في عام 1934 انتخب للرئاسة لاثارو كارديناس وهو جنرال الريفي المولدي في الجيش الثوري وعلى الفور طبقت إدارته أشمل قانون إصلاح زراعي في البلاد ولأول مرة انتزعت ملكية كثير من أفضل أراضي البلاد لتوزيعها على المعدمين ليزرع بعضها فرديا وبعضها تعاونيا وفي عام 1940 قرب نهاية فترة رئاسة كارديناس كان 42% من مجمل السكان الزراعيين قد استفادوا من توزيع ما يفوق 78 مليون فدان وكان هؤلاء المزارعون الصغار يملكون فيما بينهم 47% من كل الأرض الزراعية وينتجون نسبة مذهشة تبلغ 52% من قيمة إنتاج الأمة الزراعي وكان أحد أسباب هذه الإنتاجية هو أن البنك الوطني الحديث الإنشاء وجه القروض والمساعدات الفنية خصوصا إلى المنتفعين العديدين من الإصلاح الزراعي وبعث تقديم الخدمات الموجهة إلى الفلاحين وبرامج محو الأمية والخدمات الصحية والتعليم المتصل بالزراعة والاتصالات الريفية المتواضعة حياة جديدة في الريف وكانت النتائج فورية ففي منطقة لاغونا وهي مجرد مثال واحد تضاعف الدخل الحقيقي للمنتفعين بالإصلاح الزراعي أرضع مرات في الفترة ما بين 1935 و 1938 كذلك استثمرت إدارة كارديناص في البحث العلمي إلا أن الهدف لم يكن تحديث الزراعة تقليدا لزراعة الولايات المتحدة بل تحسين طرق الزراعة التقليدية فبدأ الباحثون يطورون فصائل محسنة من القمح ومن الذرة خصوصا وهي الغداء الرئيسي للسكان الريفيين ويركزون كذلك على ما يمكن أن يستخدمه المزارع الصغير الذي يملك القليل من النقود في ظروف زراعة غير مثالية كان يجري تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي ليس عن طريق الاعتماد على الخبرة الأجنبية أو المعدات الزراعية المستوندة المكلفة بل باستخدام الموارد الضخمة قليلة الاستخدام للفلاحين المحليين وبينما كانت زيادات الإنتاج تعد هامة كان الهدف هو تحقيقها من خلال معاوانة كل فلاح على أن يكون منتجا فعندها فقط ستستفيد الأغلبية الريفية من زيادات الإنتاج وحين تحرر الفلاحون من الخوف من ملاك الأرض والرؤساء ومقرضي النقود وجدوا حافزا على الإنتاج عارفين أنهم في النهاية سيكونون هم المستفيدين من عملهم وانتقلت السلطة بصورة ملحوظة إلى منظمات الإصلاح الزراعي التي يديرها من يفلحون الحقول ومن هنا فليس من المستغرب أنه عند نهاية حكم عام 1940 كان كاردناس قد صنع له أعداء أقوية كان هناك أولا أولئك الذين رأوا ضياعهم تنتزع منهم ثم المجموعات المالية الحضرية التي أزعجها نموذج كاردناس لملكية الأراضي التعاونية والملكية العامة لصناعات معينة وبدل الاستثمار في الخدمات الريفية والشركات الجماعية أرادوا أن تدفع الدولة نفقات الطاقة الكهربائية والطرق والسدود والمطارات والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الحضرية التي تقدم الزراعة التجارية والتصنيع الحضرية المملوك ملكية خاصة وهي الأشياء التي يمكن أن يربح منها ولم تكن مؤسسة السياسة الخارجية بالولايات المتحدة أقل عداء لكاردناس فإعادة توزيع الأرض بملكية تعاونية وكذلك تأميم كاردناس لشركة ستوندارد آين التابعة لروكفيلر والسكك الحديدي المملوك للأجانب سببت كلها القلق في واشنطن ووالستريت وانخفضت استثمارات الولايات المتحدة الإجمالية نحو 40% فيما بين منتصف التلاتينات وأوائل الأربعينات وفي عام 1942 نجح أعداء إعادة كاردناس للبناء الريفي في الإمساك بميزان القوى داخل إدارة خلفه أفيل كاماتشو ووضح على الفور مغزى هذا التحول بالنسبة لزراعة المكسيكية فقد نصت أول خطة زراعية للرئيس أفيل كاماتشو على أن الزراعة ينبغي أن تصبح الآن أساسا لإقامة النهضة الصناعية ولم يعود التقدم الزراعي يقاس أولا وقبل كل شيء بعلاقته برفاهية الأغلبية الريفية بل بمقدار خدمته للنمو في بقية قطاعات الاقتصاد ودعمت الولايات المتحدة هذا التحول الأساسي فوحد صانع السياسة الأمريكية بين المصالح الأمريكية واستقرار إدارة أفيل كاماتشو وقدرة المكسيك على إنتاج السلع المصنعة لدعم مجهود الحرب والسيطرة الخاصة على الموارد وكان جلب المزيد من الغداء من المناطق الريفية إلى المدن يعد حاسما فالمزيد من الغداء في المناطق الحضرية يعني أسعارا أقل للغداء وهو عامل أساسي في تهدئة القلق في المدن والإبقاء على الأجور الصناعية منخفضة والأجور المنخفضة ستضمن أرباحا صناعية مرتفعة بما يكفي لجذب المستثمرين المحليين والأجانب وفي هذا السياق التاريخي ملدت الثورة الخضراء فقد رحبت إدارة أفيل كاماتشو بمؤسسة روكفيلر في المكسيك وفي عام 1943 انضمت المؤسسة إلى الإدارة الجديدة في بدء برنامج بحث زراعي وعلى أحد المستويات كانت النتيجة هي الصفقة التكنيكية التي بولغ في التبشير بها والتي روجت فيما بعد باسم الثورة الخضراء وعلى مستوى آخر استخدمت في إعادة توجيه حركة إعادة بناء الريف التي قام بها كارديناس في اتجاه عكسي فقد أصبح المدير التنفيذي لمؤسسة روكفيلر في المكسيك رئيسا لمكتب جديد داخل وزارة الزراعة المكسيكية وكان عمله هو الإشراف على الثورة التكنيكية في الزراعة المكسيكية وأخذت خيارات السياسة تستبعد بصورة منهجية البحوث البديلة الموجهة إلى قطاع الإعاشة غير المروي في الزراعة المكسيكية وبدلا من ذلك ذهبت كل الجهود إلى تطوير تكنولوجيا باهظة التكاليف لا يمكن استخدامها إلا في أفضل المناطق نسبيا أو تلك التي يمكن إيجادها بمشروعات ري ضخمة كانت تأثير على كيفية جعل البذور للبشر أكثر إنتاجية وأخذ التحديث الزراعي يحل محل التنمية الريفية على أن التصنيع السريع المتركز في المدن والمربح جدا للقليلين لم يستطع ببساطة أن يتعايش مع نمط التنمية الريفية الذي شجعته إدارة كارديناص فأولا كانت التنمية الريفية الحقيقية القائمة على جعل كل أسرة الريفية منتجة وميسورة تعني أن الأغلبية الريفية ذاتها ستأكل معظم الزيادات في إنتاج الغداء وهذه الزيادة نفسها كانت هي بالضبط ما اعتمدت المصالح الحضرية الصاعدة على انتزاعه خارج الريف لإطعام قوة عمل صناعية وثانيا فإن التحسن الحقيقي في الحياة الريفية كان سيقلل بحدة من الهجرة المستمرة إلى المدن والحواضر لكن هذا الفيضى المستمر من اللاجئين القرويين كان هو بالضبط ما كان ضروريا لاستمرار الأجور الصناعية المنخفضة نمط واحد فقط من السياسة الزراعية كان يمكن أن يخدم غايات المصالح الحضرية والصناعية نمط يهمل بإصرار مشكلات تجمعات الإصلاح الزراعي التي خلقها كاردناس ويصب الأموال العامة على زيادة إنتاج قلة من كبار الزراعي التجاريين الذين يسوقون خارج المناطق الريفية وهكذا دعمت الحكومة المكسيكية واردات الآلات الزراعية وعلاوة على ذلك ففي الفترة ما بين 1941 و 1952 أنفق 18% من ميزانية المكسيك الفيدرالية و92% من ميزانيتها الزراعية على مشروعات الري الضخمة لخلق مساحات جديدة شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة في الشمال ثم بيعت هذه الأراضي الثمينة بأسعار منخفضة ليس للمعدمين الفقراء أساسا بل للعائلات ذات المفود السياسي من رجال الأعمال والبيروقراطيين ورغم أن القانون لا يمكن أحدا في المكسيك من ملكية أكثر من 250 فدانا مرويا فإن المزرعة المتوسطة اليوم في منطقة الثورة الخضراء المكسيكية في هيرموسيلو قد وصلت مساحتها إلى 2000 فدان مروية وبعض الملكيات تفوق ذلك بكثير ومن هنا لم يكن من المستغرب إذن أن نحو 3% من كل المزارع ساهمت بنسبة 80% من زيادة الإنتاج خلال الخمسينات تجاهل الزارع الصغير دابت الحكومات ووكالات الإقراض الدولية وبرامج المساعدة الأجنبية بانتظام على تخطي الزراع الصغار ناهيك عن المعدمين متجاهلة دلائل قاطع من مختلف أنحاء العالم على أن الأرض الصغيرة المزروعة بعناية أكبر إنتاجية للفدان من الضياع الضخمة وتستخدم أدوات مكلفة وأقل ويضيف العالم الزراعي الفرنسي ريني دومون بعثة لمؤسسة فورد مكونة من 13 عالما زراعيا أمريكيا إلى الهند عام 1959 فقد قررت البعثة أن من المستحيل عمليا إحداث انطلاقة في نفس الوقت في كل قرى الهند البالغ عددها 550 ألف قرية ولذلك نصحت بدعم الإنفاق التكنيكي في المناطق الجيدة الري وبذلك أخرجت تماما أكثر من نصف مزارع البلاد من برنامج التنمية الزراعية القومي إذ بدأ أن مساعدة عدد صغير من كبار الزراع على زيادة إنتاج القمح بنسبة 50% خلال سنوات قليلة أسهل من تعبئة الإمكانيات الإنتاجية لما بين 50 و60 مليون عائلة زراعية وهكذا ففي منتصف الستينات انتهت استراتيجية الهند الزراعية الجديدة لتنشيط فصائل البذور المحسنة إلى التركيز على مجرد عشر الأرض القابلة للزراعة وإلى حد بعيد على محصول واحد وهو القمح وهكذا ففي كل مكان جرى التفضيل المباشر للزارع الكبير فقد أظهرت دراسة لجايان بنويفا أتيخا في الفلبين عام 1966 أن البذور الأولى التي أنتجها المعهد الدولي لأبحاث الأرز الذي يموله روكفيلر قد وزعت فقط على ملاك الأراضي الذين يملكون 25 فدانا تزرع أرزا أو أكثر ولم يجري بيع أي تبدور مباشرة للزراع بالمشاركة أو للمستأجرين وبمجرد أن وقع الاختيار على كبار الزراع ليكونوا أكبر المنتفعين من المساعدة الحكومية استفادوا تماما من ميزة الصبق في البداية ففي كثير من الأحيان كانت أكثر عائلات الملاك ثراء تجني أرباحا إضافية عن طريق احتكار توزيع الأسمذة والمبيدات والآلات اللازمة لجعل البذور الجديدة تستجيب واستطاعت جمعيات كبار الزراع التجاريين مثل تلك المقامة في المكسيك الحصول على أرباح إضافية كبيرة بتصدير الثورة الخضراء ببيع آلاف الأطلان من البذور الجديدة سنويا إلى آسيا وأفريقيا إن التركيز الضيق على إجماليات الإنتاج يحول التنمية الزراعية إلى مشكلة تكنيكية أي مشكلة وضع المعدات الصحيحة الأجنبية الصنع عادة في يد الزراع التقدميين الميسورين دائما ونحن نشير إلى هذا التركيز على الإنتاج على أنه ديق لأنه على وجه الدقة يتجاهل الواقع الاجتماعي للجوع وهو أن الجوع هم الذين لا يملكون السيطرة إلا على القليل من موارد إنتاج الطعام أو لا يسيطرون على شيء منها وإلى أن يتم إدفاء الديمقراطية على السيطرة على الموارد الإنتاجية فسوف يظل هذا التحديث الزراعي مجرد صراب للتنمية الزراعية صراب يدمر مصالح أغنبية السكان الريفيين ليخدم مصالح قلة كبار ملاك الأراضي ومقتردي النقود والصناعيين والبيروقراطيين والمستثمرين الأجانب إن تدفق الأموال العامة بغرض زيادة الإنتاج قد حول الزراعة إلى مكان للربح واستثمار المضاربة لكن المساهمة في ذلك كانت تتطلب حصول المرء على تركيبة من الأرض والنقود وإمكانية القروض والنفوذ السياسي وهذا وحده معناه استبعاد الجزء الأكبر من تلك الأغنبية التي يكونها سكان الريف في العالم سياسة البذور العالية المحصول إن اصطلاح الفصائل العالية المحصول من البذور كما تسمى في كتابات الثورة الخضراء هو في الحقيقة تسمية الخاطئة فالبذور الجديدة ليست محايدة بأي معنى وكجزء من دراسة على خمسة عشر دولة عن تأثير البذور الجديدة أجراها معهد أبحاث التنمية الإجتماعية التابع للأمم المتحدة استنتجت الدكتورة إنجريد بالمر أن مصطلح فصائل عالية المحصول هو تسمية خاطئة لأنها تتضمن أن البذور الجديد عالية المحصول في ذاتها ومن تلقاء ذاتها إلا أن السمة المميزة للبذور هي أنها عالية الاستجابة لأدوات هامة مثل الري والسماد وقد اخترنا محتذين حذو بالمر أن نستخدم مصطلح الفصائل عالية الاستجابة لأنه أكثر كشفا للسمة الحقيقية للبذور وبديهي أن ثورة الخضراء أكثر تعقيدا من مجرد وضع فصائل جديدة من البذور في التربة فما لم يكن الزراع الفقراء قادرين على ضمان الظروف المثالية التي تجعل هذه البذور الجديدة تستجيب وفي هذه الحالة لن يكونوا فقراء فإن بذورهم الجديدة لن تنمو بنفس درجة نمو البذور التي يزرعها الزراع الميسورون فالبذور الجديدة تفضل الجير الأفضل ومن العوامل التي لها نفس الأهمية بالنسبة إلى أغلبية زراع العالم أن البذور الجديدة تبدي تفاوتا أكثر في الحصول من البذور التي حلت محلها فالفصائل عالية الاستجابة أكثر حساسية للجفاف والفيضان من سابقاتها التقليدية وهي أشد تأثرا بوجه خاص بإجهاد الماء وهو عدم القدرة على استيعاب المخصبات حين لا تصل كميات كافية من الماء إلى جذور النبات خصوصا خلال مراحل معينة من دورة النمو وفي هذه الظروف لا يكون استخدام الأسمذة مع البذور الجديدة أكثر ربحية في العادة من استخدامها مع البذور السابقة ففي 1968 و1969 في باكستان على سبيل المثال انخفضت محاصيل القمح المكسيكي القزم بنسبة حوالي 20% بسبب نقص في منصوب الأمطار بنسبة الثلثين ودرجات حرارة أعلى من المعتاد إلا أن الفصائل المطورة محليا لم تتأثر عكسيا بتغيرات التقص وبدلا من ذلك ازدادت محاصيلها بنسبة 11% كذلك فإن الزرة الصفراء الجديدة التي تزرع الآن في فولتا العليا بأفريقيا أقل مقاومة للجفاف من قاريناتها المحلية والفصائل عالية الاستجابة أشد حساسية للمياه الزائدة عن الحد أو الناقص عن الحد إنها لا تحتاج إلى مجرد الري بل إلى توزيع معقد للمياه وتتضح دلالة ذلك في البنجاب بالهند فإنتاج المحاصيل أعلى للبذور الجديدة يعتمد على أنابيب للتحكم في تزويد المياه لكن الأنابيب تتجاوز طاقة الزارع الصغير وقد تطلب الاستفادة من الفصائل عالية الاستجابة من الزارع أن يضاعفوا مديونيتهم مرتين أو ثلاث مرات ولما كان صغار الزراع مدينين فعلا بالاستهلاك السابق على الحصاد والاحتياجات العائلية الأخرى بفوائد عالية في العادة فإن أغلبهم لن يكونوا قادرين على تحمل هذا العبء الجديد الثقيل والفصائل عالية الاستجابة عادة أقل مقاومة للأمراض والآفات وتنتج قابليتها للإصابة من نقل فصيلة تطورت خلال فترة قصيرة في مناخ محدد بمساعدة قليلة من العلماء الزراعيين إلى مناخ مختلف تماما وبذلك حلت محل فصائل تطورت عبر القرون استجابة للمخاطر الطبيعية في هذه البيئة ولكن الزارع الصغير الذي يعتمد بقاء عائلته ذاته على كل محصون لا يمكنه المخاطرة بفشل المحصون أما بالنسبة للزارع الكبير فإن هذه المخاطر تظل في حدها الأدنى وليس الاختلاف هو مجرد أن الزارع الكبير يمكنه تحمل خسارة المحصون علاوة على ذلك اقتصرت البذور الجديدة على الأقاليم الجيدة الأمطار والري وليس من قبيل المصادفة أن هذه الأقاليم المفضلة يسكنها زراع أكثر رفاهية وتكاد كل الزيادات الناتجة عن استخدام الفصائل عالية الاستجابة في زراعة القمح بالهند أن تكون قد حدثت في ولايتي البنجاب وهاريانا وذلك بدرجة كبيرة لأن التربة رصوبية ولأن شبكة القنوات تضمن مددا من المياه على مدار العام ويقدر النايل برادي مدير المعهد الدولي لأبحاث الأرز حيث طورت كثيرا من الأنواع الجديدة أن فصائل الأرز الجديدة قد لا تناسب سوى 25% من أراضي العالم وأساسا تلك المناطق التي لديها مياه للري ولأن الفصائل الجديدة أقل مقاومة للفيضانات فإن هناك الكثير من أجزاء طايلاند وبنغلاديش وفيتنام الجنوبية لا يمكن استغلالها في زراعة هذه الفصائل وليس ثمة بذور جديدة ناجحة في مناطق درجة حرارتها عالية باستمرار والمطر غزير والشمس قليلة والتربة الرقيقة السيئة الصرف فإذا عرفنا المتطلبات البيولوجية للبذور فلن يدهشنا أن نعلم أنه في 1972 و1973 كانت الفصائل عالية الاستجابة لا تغطي سوى نسبة ضئيلة ما لا يزيد عن 15% من إجمالي أراضي العالم باستثناء الدول الاشتراكية وبالإضافة إلى ذلك فإنها شديدة التركيز 81% من فصائل القمح عالية الاستجابة تنمو في مساحة صغيرة في الهند وباكستان وتملك أربعة دول الهند والفليبين وإندونيسيا وبنغلاديش 83% من فصائل الأرز عالية الاستجابة وهكذا فإن البذور بسبب احتياجها إلى ظروف مثالية تقتصر على مساحات مفضلة بعينها ولذلك فقد زادت من تفاوت الدخل بين الأقاليم الجغرافية كما ضاعفت من التفاوت بين الطبقات الاجتماعية ويساهم عاملان آخران في جعل البذور الجديدة غير محايدة أولا لا تظل تهجينات الذرة والذرة الصفراء مضمونة وراثيا عاما بعد عام وللحفاظ على محاصيل عالية لا بد من شراء بذور مهجنة كل عام هذا الشرط وحده يعطي ميزة للزارع الأغنى والزارع المرتبط بصورة أوثقة بموزعي البذور وصادر القروض الأخرى أما الزراع العديدون الذين يملكون من الأراضي ما يكفي فقط لزراعة الغداء لعائلاتهم فلن يملكوا أبدا النقود لشراء البذور المهجنة ثانيا فإن البذور الجديدة لأنها تتطلب معرفة خاصة لاستخدامها بكفاءة منحازة ضمنا لصالح أولئك الذين يمكنهم الوصول إلى وكلاء الإرشاد الزراعي الحكومي والكتب التي تتضمن التعليمات اللازمة وفي عدد من البلدان يحتكر كبار الملاك خدمات الإرشاد الزراعي وقد أظهرت دراسة في أوتار برادش بالهند أنه لما كان 70% من أرباب العائلات أميين تماما فإن الوصول إلى الكتابات هو بذلك الامتياز الأولي لملاك الأراضي المتعلمين أفضل والأكثر فراء ولم تكن المواد غير المكتوبة أكثر حظا من النجاح في التغلب على المشكلة فقد كان رئيس القرية يعتبر الميديا عملكيته الخاصة ولا يدعو سوى أصدقاءه للاستماع إليه على أن الانحياز يمكن أن يكون معقدا تماما وكما يصفه باقتدار أندو بيريس وهو دارس للثورة الخضراء لفترة طويلة فإن التكنولوجيا الجديدة تضع عائقا نسبيا على أولئك الذين تتضمن ثروتهم المعرفة التقليدية بالخصائص المحلية للتربة والمناخ والذين تمتص طاقاتهم من أعمال الفلاحة إنها تمنح الامتياز لأولئك الذين يبرعون في استغلال النفوذ لكن فكرة أن البذرة وهي نتاج البحث العلمي المنزه لابد أن تكون محايدة ما زالت عميقة الجذور في أغلبنا إذ يفترض أغلبنا أنه لن يمضي وقت طويل قبل أن تنتشر البذور الجديدة إلى الفقراء وترفع مستوى معيشة كل الزراع لكن اعتماد الفصائل عالية الاستجابة على ظروف متلى يجعل ذلك مستحيلا في معظم المناطق اليوم صحيح أنه يمكن لكل من الزارع الغني والفقير زراعة البذرة لكن من يمكنه تغذية النباتات بالوجبة المتلى من المخصمات والماء ويحميها من الأمراض والآفات هل بإمكان العائلة التي تعتمد على ما تزرعه لغدائها أن تتحمل المراهنة على بذور أقل قابلية للاعتماد عليها؟ إن الطريقة الوحيدة لجعل هذه البذور محايدة وهي أن يماهد المجتمع الطريق معطيا حقا متكافئا في الحصول على المعدات الضرورية لكل الزراع وإذا كان هذا يعني إعادة توزيع السيطرة على كل موارد إنتاج الغذاء بما في ذلك إعادة توزيع الأرض فيمكن أن يفلح ففي كوبا مثلا يزرع من الفصائل عالية الاستجابة ما بين 75% و90% من المساحة المزروعة أرزا وفي طايوان وهي كذلك بلد ذو توزيع عادل للأرض إلى حد كبير يفوق استخدام البذور المحسنة 90% لكن حيثما كان تكافؤ الفرص يعني مجرد برنامج للقروض فنادرا ما كان ذلك يفلح وفي الصين لا يجري إنتاج البذور الجديدة في محطات تجريبية مركزية بل تقوم به العائلات العادية بنفسها فمعظم الكاميونات تملك معاملها الخاصة لإنتاج الفصائل الجديدة المطورة محليا ومن ثم فإن تعميم التكنولوجيا الجديدة ليست مشكلة ومنذ زمن مبكر عام 1961 كان الصينيون يهجنون بذورا تناسب المناخ الأقل مواتات وقد طور الزراع الصينيون بنجاح بذورا أعلى محصولا وكذلك أكثر قدرة على تحمل التقسي السيئ وغيره من الأخطار مثل أنواع الشعير التي تناسب الارتفاعات الكبيرة وأنواع القمح التي تقاوم البرد إن الطبيعة تفقد حيادها فورا يستغلها الناس فسوف تنتج معاهد الأبحاث النخبوية بذورا جديدة تعمل على الأقل في المدى القصير لصالح طبقة مميزة من الزراع التجاريين وسوف ينتج البحث الوراثي الذي يقوم به زراع عاديون بأنفسهم بذورا مفيدة لهم البذرة الجديدة إذن مثل أي تطور تكنولوجي آخر وإسهامها في التقدم الاجتماعي يعتمد تماما على من يطورها ومن يسيطر عليها الفصل الثاني عشر نتائج الثورة الخضراء بالنسبة للكثير من الغرباء الذين يفكرون في ظاهرة الجوع في البلدان المتخلفة تبدو حقيقة أن إنتاجا أكبر يمكن أن يجلب غلالا أرخص جزءا من الحل والخطأ هو في نسيان نقطتين أولا أن كثيرا من الفقراء هم أيضا منتجون تعتمد حياتهم جزئيا على بيع غلالهم وثانيا أنه بالنسبة لأولئك العاجزين عن المشاركة في التكنولوجيا الجديدة لم تزد المحاصيل عادة إلا أنه مع المزيد من الوفرة ومع فشل السياسات الحكومية في الحفاظ على الأسعار فإن الزراع الفقراء الذين لم تتحسن محاصيلهم يعانون من بلاء أسوأ من أي وقت مضى وفي اليونان تضغط هيئات القروض الزراعية على الزراع ليبذروا فصائل القمح عالية الاستجابة المستنبتة في الخارج وكانت النتيجة في المساحات المنخفضة التي تحتلها المزارع الضخمة هي محاصيل أكبر وبذلك زاد إجمالي الإنتاج اليوناني لكن في الجبال أنتجت الفصائل عالية الاستجابة من البذور محاصيل أقل من الفصائل التي ظل سكان الجبال يزرعونها لقرون ومع ازدياد المحاصيل القومية والعالمية انخفضت أسعار القمح وأم كان للمزارع التجارية الضخمة في السهول تحمل انخفاض السعر لأن حجم إنتاجها كان كبيرا ومتزايدا لكن بالنسبة للمزرعة الأفقرة فوق منحدرات الجبال كان انخفاض الدخل الناشئ عن المحاصيل الأقل دائما بمثابة الضربة القاضية مما أدى إلى الهجرة من قرى جبلية كثيرة بالإضافة إلى خسارة العالم لفصائل من القمح تم انتقاؤها بطريقة غير واعية عبر قرون لتصمد في ظروف أصعب الإيجارات ترتفع وجد ملاك الأراضي في كثير من البلدان أن بإمكانهم نقل جزء من عبء نفقات الإنتاج المتزايدة إلى كاهل المستأجرين أو الزراع بالمشاركة مجبرين المستأجرين فعليا على دفع ثمن التكنولوجيا الجديدة فمثلا مع إدخال التكنولوجيا الجديدة ارتفعت الإيجارات النقدية التي يجب أن يدفعها المستأجرون بنسبة تتراوح بين الثلث والنصف وتتحول الإيجارات العينية للزراع بالمشاركة من القسمة التقليدية بالمناصفة بين المالك والمستأجر إلى 70 مقابل 30% لصالح المالك مما يقتطع من المستأجر فعليا مكاسب الإنتاج وفي إحدى مناطق الهند حيث اعتاد الزراع بالمشاركة أن يحصل على نصف المحصول يحصل الآن على الثلث فقط ويذهب ثلث آخر إلى المالك ويذهب الثلث الباقي لدفع أنابيب المياه التي اشتراها المالك والتي ستذهب بالطبع إلى المالك فور دفع ثمنها وفيما مضى كان على ملاك الأراضي التقليديين التزامات محددة جدا ومتبادلة تجاه مستأجريهم أو زراعهم بالمشاركة ولم يكن المالك ليفكر أبدا في إلقاء التزاماته على كاهل المستأجرين لكن الآن مع وجود عدد متزايد باستمرار من الملاك الغائبين سكان المدن تستبدل بالتعاملات التقليدية وجها لوجه علاقات لا شخصية تقوم على النقود ويطالب الملاك بصورة متزايدة بدفع الإيجار نقدا بدل الدفع عينا ففي الولايات الشمالية لماليزيا تدفع الإيجارات النقدية في بداية الموسم وبذلك يكون على المستأجر تدبير الإيجار في أقل الأوقات مناسبة لذلك ومن ثم فعليه أن يقترض بمعدلات فائدة مرتفعة وبذلك يقل دخله الكلي وبالإضافة إلى ذلك لا زال عليه أن يدبر الإيجار حتى لو فشل المحصول وبنفس الأسلوب يفضل عديد من الملاك الآن دفع الأجور نقدا بدل دفعها عينا إلا أنه من الأفضل للزارع المستأجر أن يحوز جزءا من المحصول عن أن يملك نقودا وذلك في أوقات أسعار الغداء المتضخمة وقد سمعنا عن مقاطعة بالهند لا يدفع فيها الملاك الآن سوى أجور نقدية مفضلين أن يخزنوا الأرز ويبيعوه فيما بعد بربح ضخم وفي عام 1974 ذكرت الصحيفة الهندية Economic and Political Weekly عن تانغافور بولاية تاميل نادو إن جموعا من الشرطة قد وضعت في حقول الأرز لإخماد الإضطرابات الناشئة عن رفض الملاك دفع جزء من الأجور عينا قيمة الأرض ترتفع في البلدان التي ما زال يسمح فيها بامتلاك موارد الغداء من أجل الربح الخاص تدافر تدفق الأموال الحكومية على شكل أعمال ري ودعم للأسميدة والآلات مع إمكانيات المحاصيل الأعلى للبذور الجديدة على تحويل الزراعة إلى الصناعة الأكثر نموا في العالم وتعد الزراعة بصورة متزايدة فرصة رابحة لطبقة جديدة من الزراع لديهم النقود أو النفوذ لدخول الحلبة أعني مقردي النقود والدباط العسكريين والبيروقراطيين ومداربي المدن والهيئات الأجنبية وفي تلك المناطق التي تستهدفها استراتيجيات الإنتاج ارتفعت قيمة الأراضي ثلاثة أضعاف أو أربعة أو حتى خمسة بينما أولئك الزراع المزعومين يتنافسون على الأرض التي يعتقدون غالبا عن حق أنها ستصنع لهم ثروة وها هو التقرير الشهير لاقتصادي التنمية وولف لديجينسكي عن كيف يشتري غير الزراع في الهند الأرض للمداربة يقول المشترون مجموعة متنافرة بعضهم على علاقة بالأرض من خلال الروابط العائلية والبعض الآخر جديد تماما على الزراعة قليل منهم لديهم روبيات عاطلة جنوها من مكاسب غير معلنة وأغلبهم يعتبر الزراعة ملاذا من الضرائب وهي كذلك ومصدرا لكسب دخل إضافي معفي من الضرائب والطبيب من غولوندور الذي تحول إلى مزارع غير متفرغ سعيد جدا فالأفدنة الخمسة عشر التي اشتراها منذ أربع سنوات تضاعفت قيمتها ثلاث مرات وحسب قوله فإنه دخل الزراعة لصالح البلاد لكن الشيء الوحيد الذي يضايقه هو هل ينجح أم لا في شراء عشر أفدنة أخرى يضع عينه عليها وكم سيكون رجلا محبطا لو أفلت منه وحين كنا نراقبه وهو يسرف على درس المحصول كان يمكن أن يكون أي شيء فيما عدا زراع جنتلمان إن غير الزراع يستولون على الزراعة ليس فقط لأن الحكومة جعلت الاستثمارات مغرية بل لأن سكان المدينة الأكثر ثراء هم بصورة متزايدة من يمكنهم الحصول على القروض أو يمكنهم شراء أراضي مرتفعة الثمن والأدوات اللازمة لها وإذ ترتفع أسعار الأرض فإن شراء المالك الصغير أو المستأجر لها لا يعود أمرا بعيدا الاحتمال كما كان من قبل بل يغضو مستحيلا وفي البلدان التي تضمن فيها شرعية الحيازة قانونيا إذا زرع المستأجر قطعة أرض باستمرار لعدد معين من السنين يناور بعض الملاك لضمان أن لا يحصل مستأجر وهم أبدا على وثيقة قانونية بالأرض فالأرض الآن أثمن ففي تانغورب الهند يلقل الملاك الزراع بالمشاركة من قطعة أرض إلى أخرى كل عام ليمنعوا بنجاح إجراءات الحيازة تلك بالإضافة إلى ذلك تزداد الضرائب مع ازدياد قيمة الأرض التسويقية ففي كولومبيا يحرد المشترون الأثرياء المحتملون لقطع الأرض الصغيرة سلطات الضرائب على إعادة تقييم الأرض وذلك للضغط على صغار الزراع فالفلاحون الذين يعجزون عن زراعة الفصائل الجديدة من البن يجدون أنهم لا يستطيعون دفع الضرائب الأعلى ويضطرون للبيع للملاك الأكبر الذين يمكنهم عادة تجنب الضرائب بدفع رشوة أناس أقل يسيطرون على أرض أكثر تسيطر قلة تتناقض باستمرار على المزيد والمزيد من الإنتاج الزراعي وتتطور تركيبة من الاحتكار المتزيد للأرض الزراعية في الهند وبنغلاديش والمكسيك والفليبين وكولومبيا وعمليا في كل البلاد التي يعني فيها التحديث المدعوم رسميا الآن أن العائدات المرتفعة تنبثق من مجرد كمية الأرض التي يمكن للمرء السيطرة عليها وليس من كيفية تحسينه لطريقة زراعية ففي منطقة تاميسيس بكولومبيا قام زراع البن الميسورون القادرون على تبني فصائل البذور الجديدة بزيادة متوسط حجم ملكياتهم بنسبة 76% في الفترة من 1963 إلى 1970 وبصورة مماثلة يزداد تركز الأراضي في المناطق المروية التي تدعمها الحكومة في المغرب ففي خمس سنوات فقط من 1965 إلى 1970 ارتفع متوسط حجم المزارع الحديثة المملوكة للمغارب في إحدى المناطق المروية بنسبة 30% علامة أخرى على التركيز المتزايد لملكية الأرض هي أن أصغر الزراع يبيعون أرضهم وبالنسبة للبعض يبدو تدهور الزارع الصغير سوء حظ لكنه ويال الأسف حتمي لكن أحكام السيطرة على الإنتاج الزراعي ليست حتميا إنه ينتج من أفعال البشر بل ومن تخطيطهم ففي أوائل الخمسينات رأى كبار الزراع في ولاية سونورا المكسيكية أن أسعار الأرض على وشك الارتفاع بسبب خطط الري الحكومية الضخمة في المنطقة فبدأوا يحتالون للاستيلاء بسعر رخيص على الأرض التي يملكها الآلاف من صغار الملاك ولجأوا إلى أصدقائهم في بنك التسليف الزراعي القومي وهو الوكالة الحكومية التي يعتمد عليها صغار الملاك في المنطقة لبقائهم فبدأ البنك يؤخر قرود المحصول لصغار الملاك وفي بعض الأحيان كانوا يتلقون القرود متأخرة لدرجة أن قمحهم إذا أخذنا مثلا واحدا كان عليه أن يزرع خارج الموسم وهكذا فشل خلال عدة أعوام وارتفعت مصروفات صغار الملاك بدرجة حادة وشاهدوا عدة سنوات من الكوارث ثم جاءت الضربة القاضية فقد استولت الحكومة على كل الملكيات ذات القرود الكبيرة للوكالات الفيدرالية وهكذا نجح كبار الزراع وانتهت غالبية صغار الملاك في إحدى القرى إلى بيع أراضيها بنحو عشر ثمن السوق لإثنين من أكبر الملاك وأقواهم نفوذا سياسيا في الولاية خلق المعدمين في بعض المناطق يسعى ملاك الأراضي إلى إخراج مستأجريهم من الأراضي ويرى الملاك في ذلك مزايا عديدة فهم على سبيل المثال يتخلصون من مستأجرين قد يطالبون بالأرض في ظل حركة إصلاح تنادي بالأرض لمن يفلحها وعلاوة على ذلك يجد كبار الملاك أن من الأربح أن يقوموا بميكانة الإنتاج أو الاستفادة من العمال المؤقتين الذين ليست لديهم مطالب في الأرض أو المحصول وقد استنتجت دراسة للبنك الدولي حول حجم المزارع في إقليم البنجاب الهندي خلال الستينات أن المزارع التي جرت ميكانتها قد نمت بمتوسط قدره 240% خلال فترة ثلاث سنوات ويرجع ذلك أساسا إلى أن الملاك قرروا زراعة الأراضي التي كان يؤجرونها سابقا وكان مكسب مالك الأرض الدخل المادي الأعلى هو خسارة المجتمع حيث لم يعد عدد ضخم من المستأجرين قادرين على استئجار الأرض التي يحتاجونها لإعالة أنفسهم ففي الهند عام 1969 كانت توجد أربعون ألف قضية طرد مرفوعة ضد الزراع بالمشاركة في ولاية بيهار وحدها وثمانون ألفا في كارانتيكا بولاية ميسور وبينما يتم إحكام السيطرة على الأرض ويجري طرد المزيد من المستأجرين يتزايد عدد العمال المعدمين وفي كل الدول المتخلفة غير الاشتراكية الآن فإنما بين 30 إلى 60% من الذكور الريفيين البالغين معدومون وفي المكسيك في الفترة ما بين 1950 و1960 زاد عدد العمال المعدمين بمعدل أسرع بكثير من زيادة السكان من 2 إلى 3 مليون إلى 3.3 مليون وفيما بين 1964 و1970 ازداد عدد العائلات المعدمة في كولومبيا أكثر من الضعف وخلال فترة الخمسة عشر سنة التي تبدأ عام 1951 تضاعف عدد العمال المعدمين في بنغلاديش مرتين وربع مرة وفي الهند في الفترة من 1961 إلى 1971 ازداد عدد العمال الزراعيين بما يفوق 20 مليون أي بنسبة 75% وفي نفس الفترة تناقص عدد الزراعي بنسبة 15 مليون أي بنسبة 16% ولا يتضمن أي من هذه الأرقام المفزعة ملايين اللاجئين المعدمين الذين لا يجدون عملا في الريف فينخرطون في بحث يائس عادة عن العمل في المناطق الحضرية هكذا يتزايد عدد المعدمين بينما تتقلص الأعمال الزراعية وتقليديا في عديد من البلدان كان أفقر الفلاحين المعدمين ينالونهم أنفسهم جزءا من المحصول ففي الهند وبنغلاديش وباكستان وإندونيسيا كان المالك الكبير يحس فيما مضى بأنه ملتزم بالسماح لكل من يشاء الاشتراك في الحصاد بالاحتفاظ بسدس ما يحصده ولهذا فحتى أفقر الفقراء كان متأكدا من العمل لقاء بضعة أكياس من الغلال أما الآن ومع الزياد احتمال المبيعات المربحة يرفض المقاولون الزراعيون الجدد الالتزامات التقليدية للمالك تجاه الفقراء ومن الشائع الآن للملاك أن يبيع المحصول في الأرض لمقاول غريب قبل الحصاد وبإمكان هذا الغريب أن يبحث عن أرخص عمالة بلا أي التزامات محلية حتى لو جلب عمالا من المناطق المجاورة وفي جاوى كان يسمح للعمال المعدمين بشغل الأراضي الجافة خارج الموسم ليزرعوا فيها المنهوت والخضروات ولكن مع إدخال بذور الأرز الجديدة أصبح الملاك يهتمون الآن بري الأرض للإنتاج على مدار العام للأسواق التجارية ومن هنا لم يعد هؤلاء الشاغلون يجدون الترحيب التقليل من شأن النساء عملية إبعاد الريفيين عن السيطرة على موارد إنتاج الغداء التي وصفناها لتونا تعاني النساء عادة من ضرر مزدوج فالطلب على النساء يزداد بينما تتضاءل سيطرتهن الفعلية على موارد العائلة إذ يقل لدى العائلة من أرض تنعدم ويضطر رجال أكثر فأكثر إلى البحث عن العمل المأجور بعيدا عن المنزل ولابد عندئذ للنساء اللائي كن يجهد تقليديا في زراعة مجموعة من المحاصيل قرب المنزل باعتبارها رصيد طعام العائلة أن يتولين الآن المسؤولية وحدهن وذلك عادة بأرض أقل وموارد مالية أدنى وعلاوة على ذلك ومع انتشار الزراعة التجارية فإن الخدمات الحكومية المحلية والقروض وعضوية تعاونيات التسويق تصبح الآن بصورة صاحقة إلى الرجال وليس إلى النساء كذلك فإن الدخل يسيطر عليه الرجال بدرجة كبيرة ومع نقصان سيطرة النساء على موارد العائلة يذهب الدخل النقدي الجديد عادة إلى ما وصفه عالم اجتماع الريفي بأنه سلع نمط العزوبية أجهزة الراديو وساعات اليد أو الدراجات وحتى إذا استخدم الدخل النقدي الناتج عن بيع المحصول التجاري في غداء العائلة فليس من المرجح أن تكون له قيمة غدائية مساوية للغداء المنتج منذلياً ضرورة الثورة الخضراء كانت الثورة الخضراء تمثل تاريخياً اختياراً لزراعة فصائل من البذور تنتج محاصيل عالية في ذل ظروف متلى كان اختياراً لعدم البدء بتطوير بذور أكثر قدرة على تحمل الجفاف أو الآفات وكان اختياراً لعدم التركيز أولاً على تحسين الطرق التقليدية لزيادة المحاصيل مثل الزراعة المختلطة وكان اختياراً لعدم إجراء تطوير تكنولوجيا منتجة كثيفة العمالة ومستقلة عن الإمداد الخارجي بالمعدات وكان اختياراً لعدم التركيز على تدعيم الوجبات المتوازنة التقليدية من الغلال والبقول بالإضافة إلى ذلك وعلى ضوء كل هذه الدروب غير المتبعة لا بد لنا أن نسأل أنفسنا هل تنسينا لهفتنا على احتضان الجديد واندفاعنا إلى توسيع مدى المعرفة والسيطرة الإنسانية أن تعمل على تطبيق الحكمة الجماعية التي توارتناها من قبل هل منعنا انبهارنا بالعلم عن معالجة المشكلات الأصعب بما لا يقارن للتنظيم الاجتماعي والممارسات الزراعية للزراع الحقيقيين إذ بالنسبة للأغلبية الجائعة لا تعني بذور المعجزة شيئاً بدون السيطرة على الأرض والماء والأدوات والتخزين والتسويق وتتضمن سلسلة من الدراسات الرئيسية التي تعد الآن لمنظمة العمل الدولية وثائق تثبت أنه في دول جنوب آسيا السبع التي تضم سبعين في المئة من تعداد السكان الريفيين في العالم المتخلف غير الاشتراكي أصبح فقراء الريف أسوأ حالاً مما كانوا عليهم منذ عشر أو عشرين سنة مضت وتلاحظ الدراسة الموجزة بسخرية أن ازدياد الفقر لم يرتبط بنقص في إنتاج الحبوب للفرد بل ارتبط بارتفاع في هذا الإنتاج وها هي ذي أمثلة نمطية الفليبين رغم حقيقة أن الإنتاج الزراعي قد ازداد بنسبة ما بين ثلاثة وأربعة في المئة سنوياً خلال الخمسة عشر أو العشرين عاماً الأخيرة فإن خمس العائلات الريفية تعاني من انخفاض هائل ومطلق في مستويات المعيشة وتزايدت سرعة هذا الانخفاض خلال أوائل السبعينات وفي عام 1974 انخفضت أجور الزراعة اليومية الحقيقية إلى نحو ثلث ما كانت عليه عام 1965 بنغلاديش بين 1963 و1975 ازدادت نسبة العائلات الريفية المصنفة على أنها فقيرة فقراً مطلقاً بأكثر من الثلث وتلك المصنفة على أنها بالغة الفقر خمسة أضعاف لكن نحو خمسة عشر في المئة من العائلات الريفية في بنغلاديش تمتعت بدخول حقيقية أعلى بصورة ملحوظة عام 1975 سيري لانكا رغم ارتفاع دخل الفرد ما بين 1963 و1973 انخفض استهلاك الأرز بالنسبة للجميع فيما عدا الطبقة التي تتمتع بأعلى دخل وعانى كل العمال من انخفاض في أجورهم الحقيقية فيما عدا عمال الصناعة والتجارة الذين بقيت أجورهم الحقيقية ثابتة أين ذهب كل الغداء؟ في عديد من البلدان أدت الاستثمارات الرأسمالية الضخمة التي خصصت لتحديث الانتاج إلى زيادة فعلية في محاصيل كثير من الزراع الميسورين لكن ماذا حدث لأغلبية الانتاج الزائد؟ بعضه يذهب إلى المجموعات الحضرية ذات الدخل المتوسط والمرتفع ففي بلدان مثل الفليبين والمكسيك أفاد الانتاج الزائد الصناعيين الناشئين وشركائهم الأجانب الذين يريدون توفير الغداء الرخيص للعمال في صناعات المدن لكي يبقوا الأجور منخفضة كما ساعد إجمالي زيادات الانتاج النخبات الحكومية التي تخشى القلاقل في المدن مثل مظاهرات الغداء في المدن المكسيكية خلال الأربعينات إذا لم يتم الحصول على غداء كاف من المناطق الريفية بعضه يحول إلى منتجات ترفيه لا يقدر على شرائها الفقراء فقد تعاونت حكومتاء الولايات المتحدة وباكستان مع شركة كورون بروديكتس ومقرها نيوجيرزي لتحسين محاصيل الذرة الباكستانية وهي تقليديا الغداء الأساسي الذي يزرعه فقراء الريف وقد زادت البذور المهجنة وغيرها من المعدات المحاصيل بالفعل إلا أن الذرة الآن هي محصول نقدي يزرعه عدد قليل نسبيا من كبار الزراع لتصنيع مادة تحلية أساسها الذرة تستخدم في أشياء مثل المشروبات الغازية بعضه يستخدم غداءا للماشية لإنتاج اللحم الذي لا تقدر على شرائه أغلبية السكان المحليين ففي عام 1971 نصح أحد تقارير منظمة الأغذية والزراعة دول العالم الثالث بشأن مشكلة كيفية التخلص من فائد الغلال الناتج من نجاح عملات إنتاج الثورة الخضراء واقترحت منظمة الأغذية والزراعة استخدام نسبة أكبر من القمح لتغذية الحيوانات أو التحول إلى زرع الغلال الخشنة الأكثر ملاءمة للماشية من القمح والأرز هل يمكن أن يكونوا جادين؟ كانت منظمة الأغذية والزراعة تنصح بلدانا لديها أخطر مشكلات سوء التغذية في العالم بأن تعالج مشكلة الفائد المزعومة بزيادة إطعام الماشية علامة تعجب في عام 1971 كان ثلثة أرز الثورة الخضراء بكولومبيا يذهب لإطعام الماشية أو لإنتاج البيرة وأتاحت زيادة محاصيل الأرز المادة الخام لبدء صناعة تسمين الدواج فهل يعني هذا أن سيئي التغذية بكولومبيا سيأكلون الدواج؟ بالنسبة لأكثر من ربع عائلات البلاد يعني مجرد شراء رطلين من الدواج أو دستة من البيض مقسب أسبوع كامل أو أكثر ويذهب معظم إنتاج البيض الزائد إلى المأكولات المصنعة مثل الوجبات الخفيفة والمايوناز التي تبيعها شركات الغداء المتعددة الجنسية لنخبة المدن بعض الإنتاج الزائد يصدر بينما يجري إبقاء غالبية الناس أفقر من أن يشكلوا سوقا محلية ويجري جعل الزراعة معتمدة على المعدات الأجنبية مثل الأسمدة والآلات يجري تدعيم التركيبة الاستعمارية للإنتاج من أجل التصدير بحثا عن أسواق مجدية وعن العملة الأجنبية اللازمة لدفع المعدات المستوردة فالهند تصدر أنواع ممتازة من البطاطس إلى بلدان مثل السويد والاتحاد السوفيتي إلا أن كمية البطاطس المتوفرة للشعب الهندي قد خفضت بنسبة 12% ما بين 1972 و 1974 وتصدر أمريكا الوسطى ما بين ثلث ونصف إنتاجها من لحم البقر إلى الولايات المتحدة وحدها بعض الإنتاج الزائد يلقى ببساطة إلى القمامة فالفواكه والخضروات المنتجة في أمريكا الوسطى للتصدير إلى الولايات المتحدة تمنع في كثير من الأحيان من دخول سوق مشبع أو تفشل في تحقيق معايير الولايات المتحدة في النوعية أو الحجم أو اللون أو النعومة ولما كان السكان المحليون ومعظمهم معدمون أفقر من أن يشتروا أي شيء فإنما يبلغ 65% من الفواكه والخضروات المنتجة طبقا لإحدى الدراسات لا بد من إلقائها في القمامة بالمعنى الحرفي للكلمة أو إطعامها للماشية التي تصدر بدورها حيث يمكن ذلك إن إغفال إعادة توزيع السيطرة على موارد الإنتاجية والتركيز بدلا من ذلك على تقدم إنتاج الزراعة التجاري قد حدد إلى أين يمضي الإنتاج ولما كانت أي زيادة في الإنتاج لا يقابلها زيادة جمهور المشترين فإن إنتاج الطعام مهما بلغ سوف ينتهي إلى نخبة حضرية أو إلى سوق تصدير أو لعمل منتجات الماشية التي لا يمكن أن يشتريها سوى الميسورين قانون أساسي للتنمية يعتبر الكثيرون الثورة الخضراء تحديدا تكنيكيا ويرون أنها باعتبارها كذلك يجب أن لا يتوقع منها حل المشكلات الاجتماعية لكن ما وجدناه هو أنه لا يمكن الفصل بين التجديد التكنيكي والتغير الاجتماعي فأحد القوانين الأساسية للتنمية هو أن إدخال أي تكنولوجيا مربحة إلى مجتمع يتفشى فيه التفاوت في القدرات النقود وملكية الأراضي والنفوذ والحصول على القروض يؤدي إلى ترد أوضاع الأغلبية الأقل قدرة بطريقة مؤسفة ويزيد الميسورون والأقوياء في مجتمع ما من إثراء أنفسهم على حساب الخزانة القومية وفقراء الريف وبينما يكتسب الميسورون أصلا المزيد من السيطرة على عملية الإنتاج يصبح أغلبية الناس هامشيين وفي الحقيقة خارجين تماما عن عملية الإنتاج الزراعي وفي تلك المجتمعات تكون المهمة الوحيدة التي يؤديها وجود أعداد احتياطية من الأغلبية الفقيرة هي إبقاء أجور من يجدون عملا منخفضة وباستبعادهم من الإسهام في الاقتصاد الزراعي لا تعود من المنتفعين به فاستبعادها من الإنتاج يعني استبعادها من الاستهلاك ويعرف العامل الذي يعمل لقاء 36 سنة يوميا في بيهار في الهند هذه الحقيقة جيدا إذا لم تكن تملك أي أرض فلن تجد أبدا ما يكفي لغدائك حتى إذا كانت الأرض تنتج جيدا هذا ما يقوله إن الثورة الخضراء لم تكسب لنا وقتا والتحديث القائم على أبنية اجتماعية قمعية يوطد دعائم الطبقات المالكة التي تتمتع الآن بمكانة أفضل ولديها استعداد أقل للمشاركة في ثروتها المكتسبة حديثا وهكذا فإن التركيز فقط على زيادة الإنتاج دون مواجهة مشكلة من يسيطر ومن يشارك في عملية الإنتاج أولا يعقد المشكلة فعلا إذ يجعل غالبية الناس أسوأ مما كانت عليه وبالمعنى الحقيقي وهكذا فإن فكرة أننا نتقدم هي أكبر العوائق أمامنا بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة فلا يمكننا أن نتقدم إلى الأمام أي لا يمكننا اتخاذ الخطوة الأولى نحو المساعدة في تحسين رفاهية الأغلبية الصاحقة من فقراء العالم ما لم ندرك بوضوح أننا الآن نسير إلى الوراء في معظم البلدان النامية كان لدى الريفيين تقليديا ثقة قليلة في الحكومات القومية كانت السياسات الحكومية ينظر إليها عادة بشك ربما عن وجه حق ولكن الريفيين بدأوا ينظرون إلى هذه الحكومة بمزيد من الثقة ويشعرون بدرجة ما على الأقل أنها حكومتهم بهذه الطريقة يمكن أن يقال عن الثورة الخضراء أنها تساهم أيضا بطريقة مناءة في الاستقرار السياسي جورج هارار رئيس مؤسسة روكفيلر في عرضه وتقريره السنوي 1970 الفصل الثالث عشر تقويد أمن العالم الغدائي لن يكون هناك أمن غدائي حقيقي مهما بلغ الإنتاج ما دامت موارد إنتاج الغداء يسيطر عليها أقلية ضئيلة وتستخدم فقط لإثرائها ففي مثل هذا النظام سيتحقق الربح الأكبر دائما من تلبية مطالب أعمال أولئك الذين يمكنهم دفع أكبر ثمن وليس الجوع وإليك ما نعنيه فإذا كان رجال أعمال المزارع في كولومبيا يجدون أن بإمكانهم كسب المزيد من النقود بزراعة علف الماشي المصنوع مثل راليستون يورينا أكثر مما يكسبون من زراعة نبات مثل الفول فإنهم سيزرعون العلف وحين يكتشف زارع تجاري مكسيكي في سينالوا أن بإمكانه كسب نحو عشرين ضعفا من زراعة الطماطم للتصدير بالنسبة إلى زراعة القمح فالأرجح أنه سيتحول إلى زراعة الطماطم وإذا وجد كبار الزراع في أمريكا الوسطى والجنوبية أن زراعة الأزهار للتصدير تجلب لهم ربحا أكبر مما تجلبه زراعتهم الذرة للناس المحليين فإنهم سيزرعون الأزهار وفي رحلة بحث في شمال غرب المكسيك صادفنا عدة معامل تقطير حديثة الإنشاء لإنتاج البراندي من الكوروم التي تزرع في آلاف الأفدنة المروية وهي الأرض التي كان يمكن للناس المحليين زراعتها بغداء مغد وفي اليوم التالي أوضح لنا رئيس أبحاث الحبوب في مركز أبحاث قريب ترعاه الحكومة أن المزارع في المنطقة يكسب نحو 500 دولار من الفدان بزراعة الكوروم أي أكثر أربع مرات من القمح وفي بلد مثل المكسيك حيث ازدادت وفيات الأطفال المبكرة بسبب سوء التغذية بنسبة 10% خلال السنوات العشر الماضية تناقصت المساحة المخصصة لزراعة محاصيل الغداء الأساسية الذرة والقمح والبقول والأرز بنسبة 25% خلال نفس الفترة وليس مستغربا إذن أنه في الفترة من 1973 إلى 1976 إذ طرت المكسيك لاستيراد 15% من الذرة اللازمة لها و25% من القمح و45% من فول الصويا إن المكسيك مثال بارز على دولة قطعت شوطا كبيرا في ائتمان كبار الزراع التجاريين على مواردها الزراعية والنتيجة كان على الحكومة عمليا أن ترشو الزراع الذين تم تحديثهم لجعلهم يواصلون إنتاج المحاصيل الأساسية للسوق الوطني فقد كان على الحكومة أن ترفع ضمانات السعر بنسبة 112% ما بين 1970 و 1975 وحتى عندئذ انخفضت نسبة الأراضي التي تزرع الأغذية الأساسية وبسبب السيطرة المحكمة لقطاع الزراعة التجارية على الإنتاج استطاع كبار الزراع التجاريين استخدام التهديد بتقليل الإنتاج للحصول على أسعار أعلى تدعمها الحكومة وفي بعض الأحيان نفذوا تهديداتهم متحولين إلى زراعة محاصيل العلف أو محاصيل التصدير حتى تم زيادة الدعم الذي تقدمه الحكومة لزراعة غداء أساسي بدرجة كافية كذلك فإن الأمن الغدائي لبلد يسيطر فيها كبار الزراع التجاريين فعليا على إنتاج الغداء مهدد إلى الأبد لسبب آخر فكبار الزراع يمكنهم حجب الغداء عن السوق في فترات ارتفاع الأسعار توقعا لأرباح أعلى فيما بعد إن اتمان نخبة مدللة على الزاد الغدائي لدولة هو في الواقع اختيار خطر وظاهظ تمن ما هي درجة تعرض نظام زراعي للأخطار الطبيعية؟ هل يمكننا قياس الأمن الغدائي بإجماليات الإنتاج إذا كانت القاعدة الزراعية التي تنتج المكاسب بالجماليات نفسها مهددة؟ لنضع في الاعتبار هذه الأحداث المنفصلة ظاهريا إندونيسيا 1974-1975 خربت على الأقل مساحة 500 ألف فدان من الأراضي المزروعة أرزا بالفصائل الجديدة بسبب مرض فيروسي نشرته أو بئة من الحشرة النطاطة ومنذ ذلك الحين بدأت إندونيسيا برنامجا يستهدف الاستعادة عن الفصائل عالية الاستجابة بالأنواع المحسنة محليا الفليبين 1970-1972 ملغ فيروس التانجرو الذي يصيب الأرز مستويات وبائية في حقول أرز الثورة الخضراء زامبيا في السبعينات أصابت كارثة أخذت شكل فطر حديث الاكتشاف يسمى فورساريوم أنواع الذرة الجديدة المهجنة التي يزرعها الذراع التجاريون بينما نجت محاصيل الذرة التقليدية للفلاحين من الهجوم ماذا تكشف عنه هذه الأنثلة لخسارة المحاصيل بسبب الأمراض والآفات؟ إن حقول الثورة الخضراء عادة أكثر عردة للإصابة من الحقول المزروعة بالطرق التقليدية ببذور المطورة محليا لماذا؟ جزء من السبب ببساطة هو أن الأحواض الأكثر كثافة في حقول الثورة الخضراء تقدم طعاما أكثر وفرة للآفات كذلك يقدم الحصاد المتعدد الذي تتيحه البذور الجديدة الأسرع نموا غداء أكثر انتظاما على مدار العام وبالإضافة إلى ذلك فقد هجنت البذور الجديدة مع وضع الأولوية المطلقة لإنتاج أكبر محصول ممكن لا لمقاومة الأمراض والآفات ويتعقد خطر خسارة المحاصيل لأنه بينما تمثل البذور الجديدة فرصا جديدة للأمراض والآفات فإن الممارسات التقليدية الفعالة في مواجهة هذه المشكلات تصبح من ضحايا الثورة الخضراء فتاريخيا كانت زراعة الأرز تقتضي إغراق الحقول بالمياه لبضعة أسابيع كل عام وبذلك تغرق آفات عديدة ولكن لسوء الحظ فإن التوقيت الدقيق للبذور الجديدة لا يتيح عادة هذه الممارسة كذلك فإن تبادل زراعة محصول غدائي مع محصول يقوي التربة ويسمى الإخصاب الأخضر هو وسيلة تقليدية مجربة للسيطرة على الآفات بانتزاع النباتات التي تتغدى عليها لفترة موسم وكان هذا التقليد منتشرا حتى في الولايات المتحدة إلى وقت قريب لكن مع تزايد استخدام الأسمدة الكيميائية أصبح الإخصاب الأخضر موضة قديمة والخوض كذلك ممارسة أخرى في طريق الإنقراض وإذا كنت تتساءل فالخوض يعني استخدام الجاموس ليخوض في الحقول لكي يعمل على تهوية التربة ويزيد الاحتفاظ بالماء ويدوس الأعشاب ويقضي على الحشرات وأخيرا فإن التجانس الوراثي للبذور الجديدة المزروعة على مساحات كبيرة يعني أنها أكثر تعرضا لخطر الأوبئة ومنذ بضعة أعوام أدركت الولايات المتحدة لمحة ما يعنيه ذلك ففي عام 1970 اكتسح وباء أوراق الذرة الجنوبي الضخم خمسين في المئة أو أكثر من المحصول في عديد من ولايات الساحل بنسبة خمسة عشر إلى عشرين بالمئة من إجمالي محصول الذرة المحلي والمثل الأكثر مأساوية هو وباء البطاطس الإيرلندي الذي مات خلاله أكثر من مليون شخص في أربعينات القرن الماضي ويعتقد العلماء الآن أن المشكلة الكامنة هي نقص التنوع الوراثي في محصول البطاطس واليوم فإن كل القمح القزمي للثورة الخضراء لا يمثل الآن عشرين في المئة من كل القمح المزروع يرجع إلى نبات أصلي واحد ونفس الشيء يصدق على فصائل الأرز القزمية وهكذا لو كانت جينات النباتات الأصلية التي تجعلها قزمية مرتبطة بقابلية ملازمة للتعرض لأحد أمراض النباتات مثل بثرة العصافة أو تعفن الذرة أو سناجي كارتال هذه أسماء حقيقية لأصبحت الثورة الخضراء السوداء بين عشية وضحاها وإذن فيمكن أن تكون البذور الجديدة أكثر تعرضا للهجوم بسبب الأحواض الأكثر كثافة والمحصول المتعددة والتجانس الوراثي ومن ثم فإن الأبحاث الحالية على النبات تكرس تركيزا أكبر على التهجين من أجل المقاومة لكن المشكلة أعقد بكثير من مجرد العثور على بدرة تقاوم أمراض اليوم فالطبيعة ليست ساكنة والآفات والأمراض تتكيف باستمرار ويعتقد العلماء من أمثال الدكتور جاريسون ويليكس وهو خبير بوارثيات الذرة في جامعة ماساشوستيس أن الأمر مجرد مسألة وقت فقط قبل حذوث طفرة من مرض حالي تسمح له بمهاجمة أنواع البذور الجديدة ويقول ويليكس تتكيف كل من النباتات والأمراض التي تهاجمها دائما أحدها مع الآخر في حالتها البرية خلال عملية تطورية فالأمراض تحدث فيها طفرة لأشكال جديدة من الهجوم والنباتات لأشكال جديدة من المقاومة لكنه يحذر أنه في ظل الزراعة الحديثة لم تعود النباتات تحدث طفرة بل تجري زراعتها من بذور جديدة كل عام من أجل محاصيل مرتفعة مستمرة إلا أن طفرة الأمراض لا يمكن وقفها هذه الحتمية لم تكون بهذه الخطورة لو كان باستطاعتنا دائما أن نهرع إلى المعمل لننتج فصيلة جديدة محتفظين بخطوة سابقة على الطبيعة وخاسرين محصولا واحدا على الأكثر لكن تطوير فصيلة مقاومة يستغرق وقتا فهل يستطيع العالم أن ينتظر ما بين عشرة وعشرين جيلا من البذور أي أربعة أو خمس سنوات للحصول على هجين مقاوم واضح أن الإجابة بالنفي بالإضافة إلى ذلك فإن هذا السيناريو يفترض استمرار وجود المادة التي يمكن دائما لمربي النبات الحصول منها على فصيلة جديدة مقاومة لكن هل ستظل موجودة؟ لقد تحدثنا هنا في الباب الخامس عن التحول الإجتماعي والاقتصادي لزراعة لكن ماذا عن التحول في زراعة العالم فيما يتعلق بالنباتات ذاتها؟ ماذا سيحدث عندما تختارق الزراعة التجارية المقننة وفق معايير كل ركن من أركان الأرض؟ لقد زرع الجنس البشري تاريخيا ما يفوق ثلاثة آلاف نوع من النباتات من أجل الغداء وحوالي نصف هذا العدد بكميات كافية للتجارة واليوم في تضاد صارخ يوجد خمسة عشر نوعا فقط تضم الأرز والذرة والقمحة والذرة الصفراء والشعير وقصب السكر والبنجر والبطاطس والبطاطا والمانيهوت والفول الشائع وفول الصوية والفول السوداني وجوز الهند والموز تغدي فعليا العالم بأسره وتقدم من 85 إلى 90% من كل الطاقة البشرية ومن بين تلك فإن ثلاثة نباتات فقط هي القمح والأرز والذرة تقدم الآن في المئة من محصول العالم من الحبوب والآن وبالأخص مع وجود نباتات قليلة يمكننا الاعتماد عليها فإن الحفاظ على التنوع الوراثي داخل هذه الأنواع ضروري إلى أقصى حد فالتنوع الوراثي كما رأينا ضروري لمنع القضاء بالجملة على محصول تكون فيه كل النباتات عرضة للإصابة بنفس المرض وهو أساسي كذلك باعتباره المخزن الذي يزودنا بالمادة التي نهجن منها الفصائل الجديدة المقاومة وميراث التنوع الوراثي لم يوزع بانتظام في كل أجزاء الأرض في العشرينات اكتشف عالم وراثة النبات فافيلوف ثمانية مراكز رئيسية وثلاثة مراكز فرعية للتنوع الشديد في الجينات كلها تقع في البلدان المتخلفة على طول مدار السرطان ومدار الجدي في أقاليم جبلية معزولة بأراضي منحدرة أو موانع طبيعية أخرى ولا تمثل هذه المراكز سوى واحد على أربعين من أراضي العالم الزراعية لكنها كانت مصدر كل نباتاتنا الغدائية تقريبا ومن هذه المستودعات الطبيعية جاء كثير من أثمن الأنواع والجينات التي استخدمها علماء وراثة النبات خلال الخمسين عاما الأخيرة وحتى الآن ظل العلماء يلجأون إلى هذه المناطق ذات التنوع الوراثي للحصول على بلازما جرثومية ليهجنوا بها المقاومة لكن هذا التنوع لم تجري أبدا حمايته بصورة مناسبة فقد كانت مجموعات المواد الجينية تفقد عادة حين يستبعدها العلماء بعد العثور على الجينات التي تخدم هدفهم المباشر وفجأة ساءت المشكلة في السبعينات بصورة درامية ويصف ذلك عالم وراثة النبات ويليكس بقوله إننا نكتشف أن الزراع المكسيكيين يزرعون بذرة مهجنة من شركة بذور في الغربي الأوسط الأمريكي والزراع في التيبت يزرعون الشاعير من محطة تهجين نبات إسكندنافية والزراع الأطراق يزرعون القمح من برنامج القمح المكسيكي ويستنتج كل واحدة من هذه المناطق التقليدية للتنوع الوراثي تتحول بسرعة إلى منطقة بذور متجانسة وفور إدخال الفصائل الأجنبية يمكن أن تنقرض الفصائل المحلية خلال عام واحد لو استهلكت البذور ولم تحفظ يقول الدكتور ويليكس حرفيا يمكن لتراث وراثي دام ألف سنة في وادي معين أن يختفي في صحن واحد من الثريد ويذهب البعض إلى أن ضمانتنا ضد انقراض الجينات سوف تكمن في إقامة بنوك البذور التي تكون خزانات للتنوع الوراثي لكن بنوك البذور هي الأخرى عرضة للخطر لسوء الحظ فقد داعت إلى الأبد مجموعة ضخمة من بيرو من بلازما الذرة الجرثومية وهي إحدى أكبر مجموعات أمريكا الجنوبية حين توقفت المضخات التي تدير الثلاجات التي كانت محفوظة فيها كذلك فإن مركز أبحاث الثرة بالمكسيك الذي أنتج البذور الأصلية للثورة الخضراء خسر بإهمال بعض ما لديه من بلازما الذرة الجرثومية التي لا تعود والتي جمعت خلال الأربعينات وما زال لدى بنغلاديش نحو 1200 فصيلة تقليدية مختلفة من الأرز ولدى اندونيسيا 600 فبأي قدر من الفعالية يمكن حماية هذا التنوع الوراثي إذا أخذت بعيدا عن الحقل لحفظها في التخزين البارد لبنك بذور إن من البدائل التي يقترحها عديد من العلماء لبنوك البذور إيجاد معازل طبيعية منتقات بعناية في كل أنحاء العالم يمكنها الحفاظ على مجموعات حية في الحقول لكن طالما بقي مثل هذا البحث حكرا على قلة من الشركات بصورة أساسية فإن المرأة يتساءل ما الإجراءات الوقائية التي ستتخذ وبالفعل فإن شركة بيونير هايبريد أنتر ناشيونال وشركة ديكالب للأبحاث الزراعية تنتج 55% من سوق الزراع المهجنة وهتان الشركتان بالإضافة إلى 6 شركات أخرى تسيطر تقريبا على كل تطور وتسويق الهجاء فهل يمكن توقع أن تساعد هذه الشركات على الحفاظ على كنوز حية من التنوع الوراثي يمكن أن تساهم فيها كل الدول أم أنها ستحفظ بحوثها الوراثية من المنافسين ولا تطور سوى الفصائل الأكثر مبيعا هذا هو المقياس الثالث للأمن الغدائي الحقيقي ولقياس درجة اكتفاء نظام زراعي ما بذاته لا بد للمرء أولا أن يعرف من يسيطر على معدات الزراعة الضرورية لجعل الأرض منتجة ولنأخذ على سبيل المثال بذور الدرة المهجنة الجديدة فنظرا إلى أن البذور لا تتكافر بصورة مكتملة فإن الفلاحين الذين يوفرون بذورا من محصول للزراعة التالية يجدون أن محاصيلهم ونوعيتها ينخفضان بصورة كبيرة ومن ثم فإن الزراعة بمجرد أن يتطور في نظام البذور المهجنة يكون معتمدا على مد جديد من البذور موسما إثر آخر وهذه البذور تأتي الآن أساسا من شركات خاصة قادرة على إنتاجها من خلال عملية تلقيح متحكم فيها وقد طورت وزارة زراعة الولايات المتحدة لتوها بذورا تسمى هجائن داتية التوليد سوف يتمكن الزراع من استخدامها عاما بعد آخر دون مشتريات جديدة من شركات البذور ويقال لنا أن من غير المحتمل أن تحذو كبرى شركات البذور حذو هذا التطور إذ أن كل نظام مبيعاتهم سيصبح مهددا كذلك فإن الاعتماد على الأسمدة الكيميائية المستوردة يسير في اتجاه مضاد للحفاظ على نظام زراعي مضمون ومكتف بذاته ورغم ذلك فإن الهيئات والمعاهد الموجودة في الدول الصناعية تصدر خرافة أن الأسمدة الكيميائية هي أفضل طريقة لتحقيق مكاسب انتاجية وأصبح هذا الطريق لزيادة الانتاج يعد نموذجا يسلم به أغلبنا فمن 1942 إلى 1967 ازداد استخدام السماد الكيميائي في الولايات المتحدة عشرة أضعاف ليس لأنه كان طريقا وحيد لتحقيق زيادات انتاج بل لأسباب أخرى أحد هذه الأسباب هو أن الأسمدة الكيميائية أصبحت بالغة الرخص فقد انخفضت تكلفة سماد النتروجين إلى نصف وفي بعض الأحيان إلى ربع ما كانت عليه بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة كذلك يمكن ربط الطلب الأكبر على سماد النتروجين بالتنشيط السريع لاستهلاك اللحوم يتطلب انتاج اللحوم المتغذية على الحبوب نحو 16 ضعفات مما يتطلبه انتاج البروتين النباتي والأكثر ذلالة من ذلك هو أن استخدام السماد الكيماوي يتزايد لتعويض استنفاذ مخصبات التربة نتيجة فقدان النتروجين عن طريق الممارسات الزراعية السيئة والتآكل النشئ عنها ويقدر أحد التقديرات فقدان النتروجين التربة في أراضي الغرب الأوسط الأمريكي الخصبة بنسبة 40% خلال القرن الماضي ومن المقدر أن ما بين 15 سنة و20 سنة من استخدام المواد العضوية الروس وبقايا النباتات ومياه المجاري وما شابه ستكون ضرورية لاستعادة التكوين العضوي والنيتروجين إلى الأراضي الأمريكية هذا الاستنزاف للتربة يكشف الكثير عن الزراعة الأمريكية فالفلاحة الحريصة الضرورية للحفاظ على التربة الهشة وإخصاب التربة الفقيرة لم تتطور هناك أبدا لأنها ببساطة لم تبدو ضرورية حتى الآن أما إدراك الأهمية الحاسمة للرعاية الحريصة للتربة فلم نتوصل إليه إلا مؤخرا وقد شرح لنا أحد مسؤولي إدارة الحفاظ على التربة في ولاية آيوة كيف أنه وفق طريقة العناية بالأرض يمكن أن تبقى التربة الصفحية ستة وثلاثين عاما فقط أو لفترة غير محدودة فإذا حرثت التربة إلى أعلى التل وإلى أسفله في الخريف وزرعت فيها الذرة عاما بعد عام دون أي رواسب نباتية فسوف يتم فقدان كل الست أو الثمان بوصات المتبقية من التربة الصفحية لآيوة حتى من الأراضي القليلة الإنحدار جدا أما على النقيد إذا لم تستخدم زراعة الحرث وصنعت الحواجز حول تضارس التربة وبقيت الرواسب النباتية فيها طول العام فيمكن للبوصات الثمانية من التربة الصفحية أن تبقى غير محدودة إذ ستتكون تربة صفحية جديدة باستمرار أما اليوم فإنما لا يزيد عن ثلث أراضي آيوة الزراعية تحميها ممارسة الحفاظ على التربة اللازمة لحماية التربة الصفحية فهل هذا السجل الأمريكي إهمال الحفاظ على التربة والاعتماد على الأسمدة الكيموية نموذج مفيد للدول المتخلفة اليوم؟ إن البلدان المتخلفة تستورد الآن 55% من أسمدة النيتروجين اللازمة لها مما يعرضها لخطر أسعار الأسمدة التي تناطح السحاب فقد قفزت أسعار السماد العالمية إلى ثلاثة أضعاف فيما بين 1970 و1974 وانخفض إنتاج المحاصيل في عديد من البلدان المتخلفة لمجرد أنها قد أصبحت معتمدة على الأسمدة الكيموية لكنها لم تعد قادرة على استيرادها لكن حتى لو كان من الممكن الاعتماد على الأسمدة الكيموية المستوردة لزيادة إنتاج الغداء فهل هذه نقطة البدء للبلدان المتخلفة؟ إن بإمكان الأسمدة الكيموية أن تزيد المحصول لكنها لا تستطيع أن تحفظ أو تنشط مواد التربة العضوية إلا أن المواد العضوية هي المفتاح النهائي للخصوبة فهي تحفظ التكوين المسامية للتربة وتتيح قدرة أكبر على الاحتفاظ بالمياه وهو أمر له أهمية حاسمة خلال الجفاف وتسمح للأكسيجين بالنفاذ لتستخدمه مكونات التربة العضوية في تحليل الروث والرواسب النباتية وغيرها من المواد العضوية والاعتماد أساسا على الأسمدة الكيموية يمكن أن يكون عقيما على المدى البعيد فكلما زاد اعتماد المرء على الأسمدة الكيموية بدل الروث وأقراص الروث ودورة المحاصيل والروث الأخضر تدهورت المادة العضوية وقلت قدرة النباتات على امتصاص النتروجين غير العضوي من الأسمدة الكيموية ومن ثم لا يجب التفكير مطلقا في السماد الكيموي على أنه البديل للمصادر العضوية أولا لأن كل الموارد العضوية يجب أن تعبأ وتعاد إلى التربة ثم بالنسبة للبلدان مثل الصين والجزائر التي تملك البترول لإنتاج السماد الكيموي يمكن أن يكون تطوير واستخدام هذه الإمكانية معقولا أكثر من ذلك فحتى رغم أن الصين تندفع بقوة نحو استخدام بيترولها في صنع السماد فإن 70% من سمادها ما زال يأتي من مصادر عضوية وهو يكفي لضمان إنتاج غداء كاف وحتى إذا لم تتوفر الموارد المحلية لإنتاج السماد الكيموي وهذه هي حالة معظم البلدان المتخلفة فإن من الممكن تحقيق زيادات المحصول بتعبئة المواد العضوية المحتملة التي تبدد الآن ومع التقدير بتحفظ فإن مواد النفاية من الحيوانات والنباتات والبشر في البلدان المتخلفة يمكنها توفير من 6 إلى 8 أبعاف المواد المخصبة التي حصلت عليها هذه البلدان خلال الفترة 1970-1971 من استخدام الأسمدة الكيموية وقد قدرت قيمة النفايات العضوية في البلدان المتخلفة في 1973 بما يفوق 16 مليار دولار وباستخدام وسائل كثيفة العمالة يمكن تحويل نفايات المدن في الهند إلى أسمدة بثلث تكاليف الأسمدة الكيموية المستوردة لكن أي من هذه الإمكانيات لم يستغل عمليا وتركز معظم مقاييس الأمن الغدائي اهتمامها على الإحصاءات العالمية للإنتاج الزراعي لكن الأمن الغدائي لا يمكن أن يوجد ببساطة في نظام سوق يكون فيه الغداء تجارة فالزراع التجاريون لا يمكن الاعتماد عليهم لإنتاج غداء متزايد للجوع حين يكون بإمكانهم كسب نقود أكثر بزراعة المحاصيل الترفيه لأقلية يمكن دائما أن تدفع أكثر وعلاوة على ذلك رأينا أن أغلب زيادة الإنتاج قد أدت إلى زيادة التعرض للخطر وبصورة غير ضرورية فزيادة الإنتاج منظورا إليها كمجرد مشكلة تكنيكية قد أعادت تشكيل الزراعة تماما محولة نظاما بالغ التعقيد مكتف بذاته إلى نظام بالغ التبسيط وتابع وذلك لأن مفهوم الثورة الخضراء يحول نظاما متجددا مكتفيا بذاته إلى صيغة إنتاج خطية اختر أفضل البذور وازرع بصورة متجانسة أكبر مساحة ممكنة واحق بجرعات السماد الكيماوي ولكن اختزال الزراعة إلى هذه الصيغة البسيطة يترك المحاصيل عردة للخطر والتربة عردة للتدهور إن هذه الزراعة المختزلة تجعل من الأسمدة الكيماوية والمبيدات ضرورات لتغطية مواطن ضعفها الكاملة ويزداد تقويض الأمن الغدائي بجعل الإنتاج معتمدا بصورة متزايدة على ما تقدمه المصادر الخارجية التي لا تكون هناك سيطرة محلية عليها وهكذا نتعرض جميعا لإعلانات الشركات المؤثرة الخلابة التي تحاول تخويفنا لنصدق أن المعدات التي تسوقها الهيئات هي الضمانات الوحيدة ضد الجوع لكن التكاليف الرأسمالي المتزايد لهذه الطريقة في إنتاج الغداء تستبعد أعدادا متزايدة من الريثيين في الخارج وفي الولايات المتحدة من عداد القادرين على كسبقوتهم وترفع أسعار الغداء إلى حد يتجاوز قدرة أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه إن هذا النظام الزراعي يطبق منذ ما يزيد عن 25 عاما في الدول الصناعية لكنه يصدر باعتباره الإجابة الأكيدة وفي الحقيقة الوحيدة للعالم بأسره أنه عرض ينطوي على مخاطر هائلة مهما نظرت إليه وهكذا عرفنا أن الأمن الغدائي الحقيقي لا يمكن أن يقاس ببساطة بأرقام الإنتاج فأرقام الإنتاج يمكن أن ترتفع بينما تنال الأغلبية كمية أقل من الغداء الذي تحتاجه بل إن الأمن الغدائي يجب أن يقاس بدرجة تحقيق بلد من البلدان للتغذية السليمة للجميع كما يجب أن يقاس بدرجة ضمان النظام الزراعي ومرونته واكتفاءه بذاته وبالنسبة لكل واحد من هذه المقاييس تعني الثورة الخضراء أمنا غدائيا أقل بالنسبة لنا جميعا الفصل الرابع عشر ميكانة الزراعة من العبث بالطبع أن يكون المرء محطم آلات بدائي ضد كل الآلات في ذاتها لكن في البلدان ذات الإمكانيات الوفيرة من قوة العمل والأرض المحدودة فإنما يهم هو الإنتاجية لكل فدان وزيادة إنتاجية الفدان عادة ما لا تكون مسألة آلة حديثة بل مسألة زراعة كثيفة وحريصة من جانب أناس تعتمد حياتهم على الإنتاج وطبقا لدراسة للمعهد الدولي لأبحاث الأرز عن زراعة الأرز بالأراضي المنخفضة ليس هناك فارق ملحوظ في المحاصيل بين المزارع التي تستخدم جرارا وتلك التي تستخدم جاموسا والأكثر مدعاة للدهشة تلك النتيجة القائلة أنه في اليابان عام 1960 لم تنتج المزارع العالية الميكنة محاصيل أكبر من تلك التي زرعت بالفأس ولم يتهم أحد المعهد الدولي لأبحاث الأرز بإضفاء مسحة رومانسية على الفأس وكانت الزيادة المدهشة في محاصيل الأرز في اليابان بأن الإصلاح الزراعي قبل 1960 لا ترجع إلى الميكنة بل جزئيا إلى استخدام الزراع الصغار للبذور المحسنة والسماد وطلبات المياه والمحاريث الأفضل التي تجرها الحيوانات ومعدات الغرس البسيطة الدوارة وآلات الدراس بالبذال ليست هذه تكنولوجيا راقية لكنها نجحت إلا أن لدى المدافعين عن الميكنة الواسعة النقاط حجة يشعرون أنها قوية إذ أن البذور الأسرع نموا للثورة الخضراء تجعل من الممكن زراعة محصولين وأحيانا أكثر على التوالي من نفس الحقل خلال عام واحد ويزعم المروجون للجرارات وآلات الحصاد وجود اختناقات في العمل دائما وقت الزرع والحصاد بسبب العمل الإضافي المطلوب لزرع وحصاد كل محصول بسرعة حتى يمكن زراعة المحصول التالي لكن من الذي يحدد معنى لفظ الاختناق؟ إن الاختناق بالنسبة لمالك الأرض قد يعني ذلك الوقت من السنة الذي يكون عليه فيه أن يدفع أدورا أعلى لأن زيادة الطلب على الأيد العاملة يمنح العمال قوة مساومة بعض الشيء ونفس الفترة التي يسميها المالك اختناقا قد تكون نفس الوقت من العام الذي يعتمد عليه العامل لكسب روبيات أو بيسوس إضافية ليحيا بها خلال بقية العام حين يصبح العمل نادرا والأزور أكثر خفاضا على أي حال فإن الميكانة الواسعة النطاق ليست الحل الأوحد لمشكلة فترات الذروة في الاحتياج إلى العمالة فالوسائل المحسنة المحدودة النطاق يمكن أن تساعد كما سنبين فيما يلي علاوة على ذلك فإن من الممكن أن تمتد الحاجة إلى العمالة بصورة أكثر تجانسا على مدار العام عن طريق تحسين خدمات الري مثلا لجعل الزراعة أقل اعتمادا على الطقس وتوزيع فترات الحصاد باستخدام فصائل من البذور والمحاصيل ذات فترات نجج متفاوتة كذلك يمكن تكامل الصناعات والخدمات الخفيفة في حياة الريف وهو موقف نجح في بلدان مختلفة مثل مصر والصين ففي عديد من الكاميونات الصينية الريفية لا يعمل نحو 30% من السكان مباشرة في الزراعة بل في الصناعات الصغيرة المحلية وهذه المجموعة تمثل قوة عمل احتياطية حاسمة للمساعدة في زرع أو جني محصول الماء ومن ناحية أخرى فإن هؤلاء العمال لا يصبحون عاطلين فور انتهاء ذروة العمل بل يعودون إلى مصانعهم وإلى صناعات الخدمات ومثل هذه الخطة ناجحة في الصين لأن قليلين ينظرون إلى الزراعة بتعال ويكاد يكون لدى كل شخص خبرة عملية بالزراعة ما يجب أن يظل في أذهاننا في كل المناقشات عن الميكنة هو أن توفير العمل بالنسبة للمقاول الزراعي يعني إخراج العمال من أعمالهم وبالتالي توفير نفقات عملهم ميكنة الزراعة يقول كبار ملاك الأراضي أن الطريقة الوحيدة التي يمكنهم بها جعل آلاتهم مجزية هو تقليل تكلفة الفدان بزيادة مساحة أراضيهم وكما رأينا من قبل فإن التوسع من جانب كبار الملاك يخرج عددا أكثر من المستأجرين وصغار الزراع من الأرض وبذلك يخلق أعدادا أكبر من المعدمين الباحثين عن عمل زراعي إلا أن الآلات في نفس الوقت تقلل بحدة من عدد الأعمال المتاحة ومداها فالجرار يقلل إلى الخمس عدد العمال اللازمين لتجهيز نفس الحقل بمحراط تجره الثيران ونفس الشيء يصدق على آلة الجني الميكانيكية بالنسبة للجني بالمنجل والنتيجة النهائية في إقليم البنجاب الباكستاني على سبيل المثال هي أن كمية العمالة البشرية اللازمة في الحقول أقل بنسبة خمسين بالمئة عن فترة ما قبل الميكانة منذ سنوات قليلة ويستنتج أحد التحليلات لهذا الاتجاه في الهند أن إدخال الحصد الميكانيكي سوف يتسبب في نقص مقداره نحو تسعين مليون يوم عمل في البنجاب معظمها من عمل العمال اليومية إن الميكانة التي توفر العمل لا تفيد المجتمع ككل إلا عندما تعني إنقاذ العمال من عمل شاق بصورة غير ضرورية وحين يكون هناك تطور اقتصادي حقيقي يضمن العمل لكل من يجري توفيرهم في قطاعات أخرى من الاقتصاد تكنولوجيا أكثر ملاءمة من الواضح أن الميكانة الواسعة النطاق ليست ضرورية لزيادة الإنتاج ومن ناحية أخرى من الممكن إجراء تحسينات تكنولوجية يمكن أن تزيد إنتاج الفدان وتجعل العمل أسهل لكنها لا توفر العمال كما تفعل الآلات ذات الطراز الأمريكي والنقارن مثلا جرارا قدرته مئة حصان بآلة غرس دوارة قدرتها عشرة أحصنة إن آلة الغرس الدوارة يمكن للفلاح الصغير شراءها واستخدامها وليس هذا حال الجرار وبينما الجرار الذي قدرته مئة حصان يحل محل العمل البشري فإن آلة الغرس الدوارة تكمل العمل البشري إن ما نحتاجه هي آلات تجعل العمل أقل مشقة وكذلك تزيد الحاجة إلى العمل البشري بدل أن تحل محله فما نحتاج إليه ليس مستوى مختلفا من التكنولوجيا بل نوع مختلف من التكنولوجيا نوع يرفع الإنتاج بينما يربط أناسا أكثر بطريقة مفيدة في عملية الإنتاج والمفارقة هي أن بذور الثورة الخضراء كان يمكن أن تكون جزءا من مثل هذه النظرة فالبذور الجديدة وحاجتها إلى عناية أكبر واستخدام أكبر للأسمدة تملك إمكانية خلق فرص عمل أكثر لكن القوى التي بدأت الثورة الخضراء بدأت كذلك في معظم البلدان عملية ميكانة قللت العمالة وفي كولومبيا أجري تقدير لمتطلبات العمالة اللازمة للتحديث باستخدام البذور عالية الاستجابة والمزيد من السماد والمزيد من العناية بالزراعة وما شابه فاتضح أنه بدون الميكانة تتطلب هذه التحسينات 45% أكثر من العمل البشري للفدان وبالميكانة 43% أقل من العمل أما إمكانية العمالة الأكبر ضع الفصائل عالية الاستجابة فترجع إلى عدة عوامل فقد لاحظنا أن الفصائل الأسرع نموا تسمح للزراع عموما بزراعة أكثر من محصول واحد في كل عام وبذلك تزيد من الحاجة إلى العمل البشري والحاجة إلى الإسراع بكل العمليات لكن إسراع العمليات لا يجب بالضرورة أن يعني الميكانة واسعة النطاق فتقليل وقت إعداد أحواذ البذار يمكن تحقيقه بواسطة محرات ذو حد وهو أداة بسيطة على شكل إسفين ومسحات حديثة وهي أداة لتفتيت الطربة تشبه مشطا عملاقا تنجزان العمل في جزء من 15 جزءا من الزمن اللازم لإنجازه باستخدام المحرات والمسحات التقليديين والدارس يدويا قد يستغرق وقتا أطول مما يناسب الحصاد المتعدد إلا أن الآلات الضغمة ليست مطلوبة فآلة الدراس البسيطة يمكن أن تقلل العمل من شهر إلى مجرد بضعة أيام مما يجعل الحصاد المزدوج ممكنا والآلات لا تسرع بالعمل دائما ففي بعض حقول الأرز اكتشف الزراع الصينيون أن بإمكانهم جني ثلاثة محاصيل إذا شارك فريق كامل في الزراعة الكثيفة يدويا بدل الاعتماد على آلة الغرس البطيئة علاوة على ذلك فإن إدخال آلات بسيطة معينة يمكن أن يزيد فعليا من كمية العمل اللازم وآلة الغرس الدوارة مثال على ذلك فالبذور الجديد بإمكانيات استجابتها العالية تجعل الغرس أكثر قيمة ولأن الغرس الدوارة أكثر كفاءة فمن المعقول تخصيص مزيد من العمالة للعمل معها في الغرس إننا لا نريد أن نعطيك الانطباع بأننا نتحدث عن مجرد أشكال من التكنولوجيا حلمنا بها مؤخرا في أحد مراكز أبحاث التكنولوجيا البديلة فقد أخبرنا باسكال ديبوري وهو عالم زراعي لا يكل يحمل سنوات من الخبرة في أفريقيا ويعمل الآن مع المجلس العالمي للكنائس في موضوع التكنولوجيا المنائمة أخبرنا أن مثل هذه التكنولوجيا غالبا ما يتضح أنها إعادة اكتشاف لممارسات الناس المحلية التي جعلها الصلف الغربي يخجلون منها فالمرة تل والمرة يجد أن ثقافات الفلاحين قد حسنت وطورت طرائق على مدى قرون لتفقدها في عصرنا وما يفقد في هذه الحالة إلى الأبد ليس طرافة التنوع الثقافي بل الأساليب الناجحة المنتجة الملائمة بصورة فريدة للظروف المحلية والتي هي حسب تعريفها خاضعة لسيطرة الناس وسوف تفقد إذا استمرت مجموعات النخبة في هذه البلدان بتشجيع من المعونة الأجنبية في الحقيقة في استيراد الآلات من أجل زيادة هوامش ربحهم والعلاقة المميزة للأساليب التي تنشأ من خبرة الناس هي أن من الممكن استحداثها على أيدي الناس أنفسهم ليس ثمة حاجة إلى الاعتماد على نقل التكنولوجيا إذ أن هذه الأساليب الزراعية الأساسية ليست ذات تصميم معقد فأنابيب المياه وآلات الديازيل البسيطة والمحاريث التي تجرها الحيوانات وآلات البذار يمكن تصنيعها جميعا على المستوى المحلي بواسطة العمال دون الحاجة إلى معدات رأس مالية ثقيلة وعلى سبيل المثال في مدينة داسكا في إقليم البنجاب الباكستاني يقوم أكثر من مئة مصنع صغير بإنتاج آلات الديازيل من مواد محلية أساسا وفي باكستان كما في معظم البلدان المتخلفة الأخرى يكون هذا هو الاستثناء لكنه في الصين كان هو القاعدة فكما ذكرنا آنفا تضم كل كوميونة بعض الصناعة الخفيفة هي عادة أقرب إلى الورشة منها إلى المصنع من أجل خدمة الزراعة وأحد الأمثلة هو المضخة القليلة التكلفة التي كان الحافز على ابتكارها عام 1962 هو انسحاب الفنيين السوفيات وهي تكلف ثمن ما تكلفه الآلة السوفياتية التي كانت مستخدمة من قبل وتصنعها آلاف الكوميونات الريفية القوى الكامنة وراء الميكانة واسعة النطاق إذا لم تكن التكنولوجيا الأجنبية واسعة النطاق ضرورية لزيادة الإنتاج فلماذا يتزايد توريدها إلى الدول المتخلفة؟ للإجابة على هذا السؤال علينا أولا أن نفهم من الذي يدخل الآلات؟ إن الأربعة بالمئة من الزراع الهنود الذين تزيد ممتلكاتهم على خمس وعشرون فدان يمثلون 96% من ملاك الجرارات في الهند ومع انهيار الروابط التقليدية التي حفظت تماسك المجتمعات الزراعية يتلهف كبار الملاك على التخصص من كل مستأجريهم حتى يحتفظوا بنصيب أكبر من الأرباح والميكانة تفتح لهم الطريق كما أن الكلام البليغ حول كفاءة الميكانة يعطيهم المبرر وقد وجد كبار الملاك في الميكانة طريقة للتهرب من متطلبات الحد الأدنى للأجور مثل قانون الحد الأدنى للأجور الزراعية في ولاية كيرالا بالهند وتكشف دراسات التحديث الزراعي في الهند أن أحد الأسباب الرئيسية لتعميم الجرارات السريع في أواخر الستينات لم يكن زيادة الكفاءة بل فرصة التخلص من المستأجرين والتخلص من المستأجرين مغر بالنسبة لمالك الأرض الذي يتهدده قانون إصلاح زراعي يمكن أن يمنح الأرض لمن يفلحونها أي لمستأجريه كذلك تتيح الميكانة للزراع الأكثر فراء أن يزيد من حيازاتهم المزروعة فطالما تعتمد مزرعة على العمال تكون هناك حدود لحجم الملكية التي يمكن للمالك أن يشرف عليها بكفاءة لكن الآلات تجعل من الممكن زراعة الأرض بأي حجم علاوة على ذلك فالسيطرة على الآلات أسهل من السيطرة على البشر فليس على المالك أن يخش انتزاع الأرز من الحقول ليغد عائلة جرار من غير هؤلاء يستفيد من انتشار التكنولوجيا الواسعة النطاق حول العالم من يصنعونها بالطبع وكما يعبر معلق الثورة الخضراء ليستر براون في كتابه بذور التغيير فإن للشركة المتعددة الجنسية مصلحة في الثورة الزراعية بالإضافة إلى الدول الفقيرة ذاتها ولم تضيع الشركات الزراعية متعددة الجنسية هذه الفكرة عبثا كما وجدنا في زياراتنا لمناطق الثورة الخضراء مثل شمال غرب المكسيك فقد بدأت الشركات الزراعية العملاقة مع تشبع أسواقها المحلية البحث في الستينات عن أسواق جديدة خصوصا في الدول المتخلفة وخلال الفترة من ١١٨ ١٧ ١٧ ١٧ ١٧٥ دعمت أنتر ناشونال هارفستير مبيعاتها خارج أمريكا الشمالية من أقل من الخمس إلى حوالي ثلثة إجمالي المبيعات وقفزت مبيعات جوندير الخارجية من ١٦٠٪ إلى ٢٣٠٪ من إجمالي المبيعات أما ماسي فيرغوسون وهي عملاق آلات ذراعية مركزه في كندا فكانت أول من رأى إمكانية النمو الحقيقية في الخارج و٧٠٪ من مبيعاتها الآن خارج أمريكا الشمالية و٧٠٪ من مبيعاتها الآن خارج أمريكا الشمالية ولم يحدث هذا التوسع السريع دون مساعدة أصدقاء أقوياء النفوذ فحكومات البلدان الصناعية مباشرة أو من خلال وكالات القروض الدولية مثل البنك الدولي تقدم المساعدة الزراعية الأجنبية غالبا على شكل قروض لاستيراد الآلات وقد قدمت حكومة الولايات المتحدة والبنك الدولي قروضا ضخمة لباكستان لميكنة الزراعة وقدم البنك قروضا مماثلة للهند والفليبين وسيرلانكا وفي عام ١٩٦ حين أتاح قرد من البنك الدولي للفليبين القروض الميسرة للميكنة الزراعية قفزت مبيعات الجرارات ورغم أن البنك كما يلاحظ اقتصادي التنمية بأكسفورد كيت غريفن يزعم أنه يعيد النظر في هذه السياسة فإن إدارة المشروعات الزراعية بالبنك تظل مؤيدة للجرارات بحزن وكما رأينا في مشكلة حماية النباتات من الآفاث فإن منظمة الأغدية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بدلا من أن تساعد على تطوير البدائل الملائمة تصبح سمصارا بين البلدان المتخلفة وشركات الآلات الزراعية المتعددة الجنسية تضم مجموعة العمل الاستشارية لميكانة الزراعة بها داتر بيلر تراكشور وجون دير وفيات وف ام سي وماسي فيرغوسون وميتسوي وبريتش بيتروليوم وشيل وقد اشتركت منظمة الأغدية والزراعة مع ماسي فيرغوسون في إقامة مدرسة الميكانة الزراعية في كولومبيا لكل بلدان أمريكا اللاتينية التي تتحدث الإسبانية ولن يتطلب الأمر مؤامرة واعية حتى يقوم ذلك المعهد المحترم بحقم المجتمعات الزراعية بأمريكا اللاتينية بجرعات زائدة من الآلات وفي عديد من البلدان المتخلفة يجري إبقاء قيمة العملة المحلية مرتفعة بصورة مصطنعة بالنسبة للعملة الأجنبية وذلك لتنشيط واردات معينة وهكذا تكون الآلات الزراعية المستوردة من الخارج أرخص عادة مما كان يمكن أن تكونه هذه السياسة وغيرها من أشكال الدعم من بلدان مثل باكستان انتهت بأن جعلت الجرار يتكلف نصف ما يتكلفه في ولاية آيوة محسوبا بقيمة القمح وفي أواخر الستينات دعمت الحكومة الهندية الميكلة من خلال القروض الميسرة دعما بلغ من كثافته أنه في مقاطعة لوديانا بالبنجاب تشجع الزراع الذين يملكون حتى أقل من 15 فدانا على شراء جرارات كان ذلك برغم أن الموردين الرئيسيين للآلات الزراعية يعتقدون أن 25 إلى 30 فدانا على الأقل لازمة لجعل الجرارات اقتصادية وقد شجعت حكومة إيران الزراعة الكبيرة المميكنة بإعفاء المزارع التي أدخلت الميكنة من قانون الإصلاح الزراعي إن من يروجون للميكنة الواسعة النطاق كإجابة على مشكلات البلدان النامية يروق لهم أن يطرحوا هذا التحدي انظروا إلى الصين إن الزراعة الصينية بدأت الآن من الميكنة بصورة ضخمة أليس ذلك درسا لبقية العالم الثالث؟ هذا الرأي صحيح بمعنى واحد فهناك درس هام هناك إلا أنه ليس الميكنة الواسعة النطاق هي الإجابة في البلدان المتخلفة فالدرس هو أن المشكلة ليست الميكنة في حد ذاتها وإنما المشكلة هي من يملك الآلات فحيث يملك العمال أنفسهم الآلات كما في الصين ستتقدم الميكنة لأن العمال يودون بالطبع التخفيف من عناء عمل الحقل الذي يقسم الظهر والهدف في الصين هو تصفية العقد الثلاث نزع الحشائش وزرع الشتلات والحصاد ونتيجة الميكنة ستكون حياة أفضل للزراع وليس بطالة ومن الأسباب التي جعلت أولوية عالية في الصين أنهم بحاجة إلى قوة العمل لتوسيع المساحة المزروعة ولتطوير ونشر شبكة الري ولذا فإن الميكنة الزراعية التي تحرر العمل من أجل تلك الأعمال الهامة تساهم في رفاهية المجتمع الصيني ككل وليس في الربح الخاص وبالإضافة إلى ذلك لا بد من فهم هدف الميكنة الزراعية في السياق الصيني فبحلول عام 1980 يخطط الصينيون لتوفير كثافة جرارات بمعدل جرار واحد لكل 125 فدان بالمقارنة مثلا مع جرار واحد لكل 2.5 فدان في اليابان ولدى كوبا الآن أكبر كثافة جرارات في أي بلد بأمريكا اللاتينية إلا أنه ليس هناك عاطلون وقصة تعبئة سفن شحن السكر في كوبا تعطي درسا فتقليديا كان السكر الخام الكوبي يشحن في السفن بواسطة العمال الذين يحمل كل منهم جوالا على ظهره من المعبر إلى السفينة وكانت تعبئة سفينة تتطلب شهرا وقد حاولت شركة السكر ميكانة العملية بسيور ناقلة لكنها كانت تعطل باستمرار من جانب العمال الذين يعرفون أن حياتهم ذاتها تعتمد على إبقاء الآلات بعيدا لكن فوراً وسعت الحكومة الكوبية قطاعات الاقتصاد الأخرى وضمنت عملاً منتجاً لكل فرد سرعان ما تمت ميكانة الميناء والآن يتم شحن السفينة في زمن أكثر قليلاً من 24 ساعة ولم يعترض أحد حين جاءت السيور الناقلة فلم يكن أحد يريد حياة يحمل فيها جوالات السكر أعلى وأسفل المعبر كذلك تقوم كوبا بسرعة بميكانة قطع قصب السكر وهو واحد من أشد الأعمال الزراعية إرهاقاً أربعون في المئة من محصول ألف تسعمائة وتسعة وسبعين بعد واحد في المئة عام ألف تسعمائة وسبعين وبذلاً من خلق جماهير من العاطلين سوف يعجل ذلك بتطور كوبا عن طريق تحرير العمال لأعمال أخرى مهمة للاقتصاد التكنولوجيا الأكثر ملاءمة اقتصاد ديمقراطي مثل ما لا يمكننا القول بأن ميكانة واسعة النطاق سيئة بالضرورة كذلك لا يمكننا القول بأن التكنولوجيا الملائمة ليست هي الإجابة بالضرورة فحتى التكنولوجيا الصحيحة لا يمكن فرضها كذلك ليس من المحتمل أن تفيد كثيراً في المجتمع الخطأ والنقارن على سبيل المثال تأثير تكنولوجيا الغاز العضوي في الهند وفي الصين إن التحويل بالغاز العضوي هي طريقة بسيطة لتخمير المواد الخام العضوية مثل رواسب المحاصيل والروث لإنتاج كل من الوقود والسماد ويمكن إقامة مصنع صغير الحجم للغاز العضوي من المواد المحلية ومنذ الأربعينات كانت الهند تطور مصانع غاز عضوي بروث البقر معترف بها على نطاق واسع على أنها تكنولوجيا ملائمة حقيقية لكن في الواقع الاقتصادي الشديد التفاوت للريف الهندي خلقت هذه التكنولوجيا التي تبدو مفيدة مشكلات أكبر للمجموعات الفقيرة وفقاً لما يقوله كاتب جوزيف هانيلون فأولاً حتى أصغر المصانع يتطلب استثماراً ملحوظاً وروثاً من بقارتين وهكذا لا يسيطر الآن على الغاز العضوي سوى الزراع الميسورين الذين لديهم على الأقل بقارتان وبعض النقود للاستثمار وبالإضافة إلى ذلك فإن الروث الذي كان مجانياً فيما مضى أصبحت له قيمة نقدية وفي المناطق التي تعمل بها مصانع الغاز العضوي لم يعد العمال المعدومون قادرين على جمع الروث من الطريق واستخدامه كوقود ولما لم يكن المعدمون وغيرهم من الفلاحين الفقراء يملكون شراء الغاز العضوي فإنهم أصبحوا بلا وقود على الإطلاق وبعبارة أخرى ازداد وضعهم سوءاً بإنخال مصانع الغاز العضوي طبقاً لما يقوله ريدي مدير وحدة التكنولوجيا الملائمة في المعهد الهندي للعلوم ببانغالادور فماذا عن الغاز العضوي في الصين لاحظ عديد من زوار الصين الاستخدام المتزايد للغاز العضوي في الريب الذي يمد الآن بالوقود والضوء سبعة عشر مليون فلاح كوميونة في سوتشوان أكثر أقاليم الصين ازدحاماً بالسكان ففي الصين يفيد الغاز العضوي كل أعضاء المجتمع لأن المصانع مملوكة وتدار جماعياً وغاز الميتان الذي ينتج في الصين بصورة أساسية من أكثر من أربعة ملايين معمل غاز عضوي يستخدم في الطهي والإضاءة وإدارة آلات الزراعة وقد لاحظ أحد أعضاء كوميونة أن طهي وجبة لعائلتي المكونة من سبعة أفراد لا يستغرق سوى عشرين دقيقة باستخدام غاز المستنقعات الاسم الصيني للغاز العضوي وعلى عكس خشب الوقود أو الفحم لا يجعل غاز المستنقعات جدران المطبخ مسودة وليس له دخان ولا رائحة كذلك يلاحظ الصينيون أن مستودعات الغاز العضوي قد ساعدت بدرجة ملحوظة على تقليل حدوث أمراض الطفيليات وقدت على مواطن تكاثر الذباب والبعود هذا التعارض بين تكنولوجيا الغاز العضوي في هدين البلدين يوحي بأنه حتى التكنولوجيا الملائمة نظريا لاحتياجات الناس لن تخدم بالضرورة تلك الاحتياجات بل يمكنها حتى أن تزيد من التفاوتات الاجتماعية ما لم تكن إعادة توزيع السلطة الاجتماعية قد خلقت أبنية يشارك فيها الجميع في السيطرة على التكنولوجيا الجديدة واستخدامها وعلاوة على ذلك فما لم يدرك فعلا حقيقة أن أية تكنولوجيا تكون ملائمة فقط إذا عملت على تقدم أفقر المجموعات فإن كثيرا من الناس قد يخدعهم زعب الشركات متعددة الجنسية بأنها الآن قد تحولت إلى التكنولوجيا الملائمة وتقدم فايرستون انديا مثالا طيبا على ما نقصده ففي عام 1976 أعلنت الشركة عن إطار مطاط وعجل من الصلب قالت أنها ستزيد طاقة تحميل عربات الثيران التي يبلغ عددها مليون في الهند بنسبة 50% يبدو هذا عظيما لكن هناك عقبتين إذ يزيد السعر بنسبة 60% عن العجلة الخشبية التقليدية مما يجعل عجلة فايرستون انديا بعيدة عن متناول الفلاح الفقير وبالإضافة إلى ذلك فإن العجلة الجديدة ستطرد صانعي العجلات التقليدية من العمل وحين سئل مدير المصنع لماذا تقدم الشركة العجلة الجديدة أوضح أن الدافع هو التخمة الراهنة في سوق المطاط الطبيعي والعجلات ذات الإطار المطاط في العربات التي تجرها ثيران سوف تقدم منفذا كبيرا لهذا المطاط الفائد وقد لاحظ مصدر هذا التقرير جوزيف هانلون أثناء تجواله عبر الهند أنه ليس هناك نقص في التكنولوجيا ولا حتى في التكنولوجيا الملائمة لكن السلطة والأرباح تظل في أيدي أولئك الذين امتلكوها دائما والذين استطاعوا أن يستغلوا التكنولوجيات الجديدة كما استغلوا القديمة والنكرر حتى التكنولوجيا الصحيحة لا يمكن فرضها وليس من المرجح أن تبيد كثيرا في المجتمع الخطأ فالتكنولوجيا الصحيحة حقا سواء كانت رأس مالية أو كثيفة العمالة لن تكون سوى نتاج إعادة بناء اجتماعي عاميقة يقرر فيها من يقدمون بالعمل ما يناسبهم إننا إننا بحاجة إلى إعادة توزيع ليس للثروة بل للتكنولوجيا التي يملكها العالم الصناعي ومتلقي التكنولوجيا يجب أن يرحب بتغيير أسلوب حياته وسواء شاء أم أبا سيكون عليه أن يتعاون تعاونا وثيقا مع ما تمنح تلك التكنولوجيا خلال فترة تدريب انتقالية قد تستغرق سنوات قد يسمي البعض من سكان العالم الثالث ذلك استعمارا جديدا فمرحبا بمعتقداتهم أما غيرهم فقد يسمونه تعاونا متبادلا نفع راي فيكر رئيس مكتب لندن لصحيفة رول ستريت جورنال في هذا العالم الجائع في تيليكو بينانج على مسافة ستين ميلا جنوب جاكارتا وفي أجزاء أخرى من اندونيسيا انتزعت الطاحونة العمل الذي كانت النساء يقوم به تقليديا بطريقة يدوية درس عيدان الأرز وتقشيرها ومن المقدر أن طواحين الأرز قد قضت على مليون عمل أو أكثر في حقول جاوى وحدها وهي الجزيرة الاندونيسية الرئيسية ويذكر مالك الأرض أنه اعتاد أن يستخدم امرأتين وأحيانا ثلاث أو أربع نساء ويعطيهم مكيالين من الأرز عن كل عشرة مكاييل ينتجنها لكنه الآن حسب قوله يحتفظ بكل المحصول ويدفع لمن يعاولونه ما يوازي ستين سنتا يوميا بالإضافة إلى الغداء ويملك الطاحونة ماجور جينرال بالجيش الاندونيسي يعيش في إحدى ضواحي جاكارتا وقد طلب الفلاحون عدم الكشف عن اسمه لأنهم يخشون نفوذه نيويورك تايمز 30 نوفمبر 1975 وجهت بعض المحاولات السابقة لاستخدام الميتنة مقاومة كذلك في البلدان الأقل تطورا خصوصا في المناطق التي بها بطالة عالية ورصيد يبدو غير محدود من قوة العمل الرخيصة تلك كانت عقبات وقتية أرتر أولسون نائب الرئيس هيئة FMC خطاب في مؤتمر إطعام جياع العالم عام 1974